أهلاً بكم النهاردة يوم مهم جداً مع قيمة علمية عالمية كبيرة في عالم الأوعية الدموية وجراحتها الأقصر أقيم عليها مؤتمر دولي علمي على أعلى مستوى واحد من المؤتمرات العالمية اللي أقيمت وضمت أو تواجدت فيها أكثر من ألف جراحة دا كان أول إعلان عن الجمعية العربية لجراحة الأقصر فأنا الحقيقة قلت لما يكون بداية العالم في المعرفة كانت فيه صعيد مصر يبقى بداية العالم لمعرفة الجمعية العربية لجراحة الأقصر تتناغم مع هذا الحدث الجوهر لأي مؤتمر هو الجديد الجديد في كل شيء فما هو الجديد فيه؟ هنبدأ بالقدم السكري واحد من أهم الأمراض المشهورة عندكم في أوعادنا القدم السكري كان السنة دي حاضر وبقوة بالذات المريض إزاي خطوات علاجه إيه؟ الجديد فيه المريض اللي عنده أرحى ودي مثلا بنقول قرحة القدم السكري من الأشياء الصعبة جداً أفضل حاجة إنها ما تحصلش دايماً بنقول الوقاية خير من العلاج الشريان السباتي هو الشريان اللي بيوصل الدم للمخ عن طريق الرقبة وهو شريان طالع من الشريان الأبهر وده المسؤول عن تغذية أو التروية للمخ أسعدتنا وأسعدت الأسرة الطبية بهذا المؤتمر الناجح الرائع في بقعة ساهمت بشكل كبير جداً للأقصر في تنمية السياحة العلاجية بشكل كبير بلا شك ونتمنى إن شاء الله المؤتمر القدم يكون في مثل هذا النجاح بالأكثر إن شاء الله الأستاذ الدكتور موسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية كلية الطب جامعة المنصورة أهلاً بكم النهاردة يوم مهم جداً مع قيمة علمية عالمية كبيرة في عالم الأوعية الدموية وجراحتها الحوار النهاردة له كمان طبع خاص جداً لأنه حوار عن واحد من المؤتمرات العلمية العالمية اللي أجريت وتمت على أرض مصرية حبيبة هي أرض الأقصر الحبيبة والأقصر لها معزة كبيرة جداً في قلبي ومعزة في قلوب كل الخطاع الطبي بلا شك وكل المصريين الأقصر أقيم عليها مؤتمر دوي علمي على أعلى مستوى واحد من المؤتمرات العالمية اللي أقيمت وضمت أو تواجد بيها أكثر من ألف جراح ألف طبيب وجراح من مختلف الجنسية وزي ما أنا شايفين التجمع العلمي ده تجمع نادر جداً وتجمع رائع والحقيقة هو جزء مهم من استراتيجية الدولة اللي نادى بها سيادة الرئيس الرئيس عبدالتبتاح السيسي في استراتيجية الدعم الكامل للسياحة العلاجية ضيفي العزيز هو رئيس هذا المؤتمر وهو طبعاً صاحب الجهد الأكثر قوة في إنشاء هذه الفكرة العظيمة لكن هبدأ الأول بسؤال يعني هو سؤال واضح الإجابة فيه بس لازم نفهمه بتفصيل لماذا تم اختيار الأكثر كمكان لهذا المؤتمر؟ الحقيقة هو ما تقول الأكثر كان اختيارها بعد مدولات كثيرة لكن فيه ثلاث أسباب واضحة جعلت إن إحنا نختار الأكثر ضمن عدة اختيارات على رأسها هو الكثير من الأسازة الحاضرين في المؤتمر كانوا من خارج مصر كانوا من أوروبا ومن أمريكا وبالتالي إحنا كنا عاوزين نظهر لهم الصورة شوفوا جو مصر في الوقت اللي درجات الحرارة عندكم ناقص أربعة عندنا كانت خمسة وعشرين في النهار وسبعتاشر بالليل والحمد لله في خلال المؤتمر تحقق فعلاً هذا الأمر ليهم أن الناس عايشة في نعمة مش وقدة ملهمينها الحاجة الثانية هو كان اختيار الأقصر نتيجة لي أن زي ما كانت الحضارة القديمة هي أول من أطلقت البعرفة وبداية الهيرغليفية كأول لغة كتبت واتطلع عليها العالم دا كان تدشين للجمعية العربية لجراحة لوحدة دموية لأن دا كان أول إعلان عن الجمعية العربية لجراحة لوحدة دموية فأنا الحقيقة قلت لما يكون بداية العالم في المعرفة كانت في صعيد مصر يبقى بداية العالم لمعرفة الجمعية العربية لجراحة لوحدة دموية تتناغم مع هذا الحدث وبالتالي كانت جميع العوامل بالإضافة إلى الشيء الثالث وهو المجهود اللي قام بفخامة الرئيس في طريق الكباش والحظى بإعلام عالمي غير مسبوك والناس كلها سمعت عنه فكان لازم نوري للناس في الغرب وفي الشرق إزاي أن مصر بالمعالم اللي عندها لابد من أن احنا نظهرها لهم ودي كانت المناسبة الجيدة لاختيارنا دا المقصر قبل أن أذهب للسؤال الثاني السائح إنما يكون جراح أو طبيب هو سائح بينقل الصورة بشكل أكبر من أي حد تاني من أي حد تاني لأن الجراح دا والطبيب لما بيشوف المشاهد الحلوة دي هو ما بيكفش عن الكلام معها مع زميله في المستشفى ومع مرضاه ومع تلمزته ومع كل الناس اللي بيقابلهم لأنه ما بمعندوش فسحة في السحة في السنة دي غير الفسحة دي أول حياة أنا عايز أضيف لحضرك كحاجة أن دول بنعتبرهم القوى الناعمة لمصر لأن الراجل اللي بيجي عندنا ويشوف في أرضنا كرمنا كمصريين وبيشوف في أرضنا الحضارة اللي ضاربة في جزور التاريخ وبيدور في المعالم وفي المعابد عن أن احنا كنا بنتكلم في الطب قبل ما العالم يعرف يعني إيه طب فبالتالي الصورة دي مش محتاجة لترجمة هو بيروح يترجمها فبدايما بسميها هؤلاء هم القوى الناعمة فعشان كده ده مش راجل الزائر العابر اللي هو مش هيجي مصر تاني لا ده هما قبل ما يمشوا هما بيودعوني بيقولولي هتقول لنا السنة الجاية أنت هجبنا فين وبالتالي احنا بنقول دلوقتي هي دي الرسالة الواضحة ده ما كسبنا الرائع لبلدنا والتخصصنا هو أن احنا الناس دي نستخدم القوى النعيمة بتاعتها إيه الفرق بين أو الافتلاف بين الحاضرين السنة التحييزات السنة دي في المؤتمر السنة دي وبين قبلها الحقيقة احنا كنا ده التتويج لده المؤتمر العاشر لنا وبالتالي كان الاحتفال باليوبيل البرونزي فكانت الفكرة أن خلاص هنخرج من حيز الحوار الداخلي وأنه هو مؤتمر داخل مصر إلى مؤتمر يشمل المنطقة العربية ويشمل العالم كله فدي كانت الإضافة فهنا كان في المؤتمر ده الجامعية العربية لجراحة لوحدة دموية فده أول تدشين لها وأول معرفة بها للعالم كله والجزء الآخر أنه كان حاضر كل رؤساء الجامعيات العالمية لجراحة لوحدة دموية وعاوز أولي حضرك على اسم يعرفه كل جميع جراحة لوحدة دموية وهو حضور الأستاذ الدكتور علي أبو رحمة وهو عربي أمريكي وهو رئيس الجامعية الأمريكية لجراحة لوحدة دموية وكان حاضر في تحية المؤتمر وقام بإلقاء خمس محاضرات متتالية عن أشياء هو مخترعها وبالتالي الحياة دي كنا بنعتبرها نقلة غير طبيعية لأفاق المؤتمر دا عايزة بدأ بقى يعني دايما الجوهرة يعني الجوهر لأي مؤتمر هو الجديد الجديد في كل شيء فما هو الجديد فيه؟ هنبدأ بالقدم السكري واحد من أهم الأمراض المشهورة عندكم في أوعادنا الحقيقة وما حضرك بتكلم على القدم السكري يعني بتكلم على 12 مليون مصري 12 مليون مصري وهي نسبة غير يعني ما نقدرش نتهاون فيها لازم نحطها نصب عيوننا في مبادرات رئاسية حاليا بتجهز لكيف تحمي قدمك وإن هي دي على قدم وصاق حاليا لتفعيلها داخل كل المنظومات الداخلية القدم السكري كان السندي حاضر وبقوة بالذات المريض إزاي خطوات علاجه إيه؟ الجديد فيه المريض اللي عنده أرحى ودي مثلا بنقول قرحة القدم السكري من الأشياء الصعبة جدا أفضل حاجة إنها ما تحصلش دايما بنقول الوقاية خير من العلاج فأفضل حاجة إن ما يحصلش القدم السكري فعلى سبيل المثال مريض وعنده سكر وبقاله فترة طويلة وهو مش مهتم بتزبيط السكر بتاعه مش مهتم بحالة الشريين بيجي جرح صغير هو مش حاسس به يبدأ به مضاعفات نتيجة لعدم الإحساس الأمور بتتفاقم نتيجة لأن فيه ميكروب دخل في رجله والميكروب بدأ ينتشر الدورة الدموية قليلة المناعة قليلة فالثلاثي بتاع نقص المناعة نقص الدورة الدموية أو التروية الدموية مع وجود ميكروب والمريض مش حاسس ينتج عنه غير غيرينة فيه صابع أو اثنين أو أيا كان والمريض مش حاسس بيها مش عاوزين نقول إنه هو إن دي بداية الأزمة وبداية حدوث القدم السكري يبقى الوقاع خير من العلاج لازم أضبط أموري الأول حاجة تانية نصيحة للأطباء اللي هم بنسميهم الحديثي السن ما تسرعشي ناحية إنك أول ما تشوف فيه غير غيرينة في صابع أو التهاب أو كده تخش تشيله ما تسرعشي ودي نصيحة للمريض وللطبيب اللي بيشوفي الحالة في الأول على السواء النصيحة للاتنين ليه؟ لأن لازم الأول تتأكد من إن عوامل حدوث هذه الإصابة تم إزالتها يعني لازم الأول تتأكد إن الدورة الدموية كافية فإنت لو دخلت وشيلت الصابع ده يحصل إيه؟ هينتج عنه إن الجزء اللي أنت نضفت فيه الصابع ده هيحتاج لدم أكتر عشان يلتأم طب هو أساساً مش وصل له دم يروع عمل إيه؟ هياخد دم من الأجزاء اللي جنب منه يعني هياخد من الصابع اللي جنبه أو اللي جنبه أو من وش الرجل يبقى أنت قللت الدم اللي بقيت القدم ولا لا قللت الدم اللي بقيت القدم ينتج عنه إنك شيل صابع واحد هتبدأ زي ما نقول ينفرط العقد هتلاقي بقيت الصابع سودة وتشيل واحد وراء الثاني وراء الثالث ودخلنا في وش الرجل ودخلنا في مشكلة به يبقى الأساس إن ما يبقى فيه حاجة زي كده لازم نمحه أسباب الحدوث لازم ننقل أول متأكد أن السكر ده بالظبط لازم على رأس الأشياء هو إعادة الدورة الدموية قبل ما تلمس المريض نمرة واحد تخش ترجع الدورة الدموية سواء بقى بعلاجات سواء بأسطرة تدخلية سواء بتحويل جراحي أو ما نسميه بكبري إنه المهم توصل الدم للرجل عشان كده لا تسرع في إنك ساعة ما تشوفه صابع ومتضرر تخش تشيل على طول الأساس إنك الحاجة التانية إنه لو نتج عن أي إصابة في الرجل قرحة إحنا ما نحبش إنها تحصل لكن لازم يتم التقامها في أقصر وقت أقل من ست شهور عشان ما تتحولش من الحالة النشطة الحدى القابلة للالتقام إلى حالة مزمنة لأنها لو وصلت لحالة مزمنة إحنا دخلنا في أزمة بقى خلاص ليه؟ إن أكثر أسباب حدوس البتر هو وجود أرحة مزمنة ليه؟ لأنها بتتعمى قيوم عن التاني تدخل في العمق لحد ما توصل للعظام وتوصل للأنسجة الداخلية وينتج عندها بعد كده خلاص هيحصل فيها البتر فالحديث كان في المؤتمر ده على إيه؟ الإعادة السريعة للتروية الدموية قابل التدخلات الجراحية نمرة واحد نمرة اتنين إن فيه أشياء حديثة حاليا ممكن تستخدمها لعملية تطبيب القرحة بالوقت بنستخدم النوع من أنواع الهيموجلوبين الهيموجلوبين العادي الموجود ده ده هو مكلف لكن بعد شوية هيقل الأسعار بتاعته بالاستعمال لكن الهيموجلوبين عادي يستخدم كمدة بنقدر نستخدمها في تطبيب الجرح وينتو جعلنها زيادة كمية الأكسوجين المتوفر للأنسجة نتيجة لكان نقص الدم اللي وصل لها أنواع حديثة دلوقتي من المواد اللي بتحط على الجروح بتستخدمها مرة كل خمس أيام وبالتالي ما عادش المريض محتاج أنه يغير كل يوم بشرط أنه ما يكونش فيه في الجرح أي عدوى فممكن هيحط الغيار بتاعه مرة واحدة وما يشيلش الغيار اللي بعد خمس أيام والحقيقة الدراسات في الموضوع ده ماشي على قدم وصاق في كل المناحية وفي كل المعامل وفي نتائج هائلة ظهرت خلال جلساتنا وورش عملنا في المؤتمرنا ده القدم السكري تاني توقم الشهرة الشهير جداً الدوالي الدوالي عملنا علاج الدوالي بالجراحة يبدو أن ده قرب يختفي فقربنا أن احنا هيختفي علاج الدوالي العلاج الجراحي للدوالي وبقت الوقت كل المنظومة ماشية في اتجاه العلاج بالتردد الحراري وبالليزر وبالموجات التصادمية وبالكلاكس فكانت حاضر جداً في هذا المؤتمر الأساليب الحديثة لعلاج الدوالي بالشق الغير جراحي سواء بالليزر أو بالموجات التصادمية أو بالكلاكس اللي هو استخدام التبريد مع الحقن مع الليزر في منظومة واحدة اسمها الكلاكس الدوالي السطحي ده هينقل الدوالي نقلة تانية خلاص بقى يعني يبدو أنه تعريف الجراحة بقت في أقصى الاختيارات وبقى الوقت الظاهر جداً هو أن العيان بيعمل الشغل بتاعه وينزل لأن كانت الفترة اللي بيقضيها في النقاها طويلة بعد الجراحة بيعود له أسبوعين وينقطعاً العمل والناس المشغولة تهم تأجل العملية بتاعتها إنه ما دلوقتي لا ده هو بنعتبره إيه جراحة اليوم الواحد يعني هيخش ويعملها على أساس إنه هو في العيادة أو هيعملها في الكلينيك أو هيعملها في المستشفى وبعد أربع ساعات هيمارس حياته بشكل طبيعي جداً ونقدر نقول إن هي حلت مشكلة كبيرة للناس اللي هم المشغولين اللي وقتهم سمين الليزر والأساليب الأخرى زي التبريد هو نوع من الجراحات بس جراحات محدودة التدخل ما فيش فيها فتح جراحة يعني ما فيش فيه شق للجلد آه بالضبط فكله بيتم بحيث إنه هو يوصلني النفس النتيجة من غير ما يبقى المريض لأنا شلت حاجة من جسمه ولأنا فتحت في جسمه فيه شريان تاني مشهور جداً وده بنهتمي به جداً بقى في البطنة كمان اللي هو شريان السباتي ده الحقيقة يا شريان السباتي كان واضح قوي ليه لأنه زي ما قلت لحضرتك إن رئيس الجامعة الأمريكية براحة الأودامية هو اللي حاطت ما نسميها بالجايدلاينز أو الإرشادات العالمية لعلاج مشاكل الشريان السباتي عشان ليه العامة الشريان السباتي هو الشريان اللي بيوصل الدم للمخ عن طريق الرقبة وهو شريان طالع من الشريان الأبهر وده المسؤول عن تغزية أو التروية للمخ الشريان ده بيصيب العطب إنه هو يحصل فيه تصلب في الجزء منه يقفل أو يديق الشريان وبعد كده لو الجزء ده ما حصلش فيه التصليح المناسب في الوقت المناسب يبدأ يطلع منه بعض التجلطات الصغيرة تتنقل للمخ وتسبب جلطة جلطة يعني إيه بقى يعني يبدأ المريض يحصل له هزال أو ما نسميها به شلل النصفي أو إنه هو يحصل فيه جزء من الوجه يتأثر وبالتالي لابد من علاجه سريعاً وده اللي كان ظاهر فيه هذا المؤتمر إن العلاجات بين العلاج الدوائي في الحالات القليلة الضيق يعني لو أقل من 30% لـ 50% يفضل العلاج الدوائي في الحالات الزيجة لو الديء في الشريان تعدى السبعين في المية ومدي أعراض لابد من العلاج الجراحي والعلاج الجراحي في هذه التوقيت يأما بالجراحة مباشرة عن طريق الرقبة لكن اللي كان ظاهر أوي السنة دي هو إن التدخلات إنه نحن بنحط دعامات في هذا الشريان والدعامات ممكن نحطها عن طريق الفغد أو عن طريق الزراع أو عن طريق الرقبة وده كان الأحداث في هذا اللي هو حاجة بنسميها في العالم كله دلوقتي اسمها التي كار والتي كار لسه ما ظهرش في مصر ولا في المنطقة الشرق الأوسط لأن هي اختراع أمريكي وحتى الآن لا يتم تغطيطه بالمواطن العادي في أمريكا ليه؟ لأنه هو من الحاجات بالضبط ليه؟ لأنه هو بيتم بتقنية عالية أوي ومكلفة لكن الحقيقة حلت مشكلة غير طبيعية وإحنا بنستبع التكنولوجيا دي في الوقت الحالي عشان كده جبنا الناس اللي هي اللي اخترعت هذه النوعية منها الجراحات اللي هي تدخل لتوسيع الشريان الثباتي عن طريق الرقم في مشكلة تانية في الشرقين المخية على فكرة شديدة الانتشار وللأسف برضو استقافة الناس في فهمها والتعامل معها حولي لها شوي اللي هو التمدد الشرياني الحقيقة هو التمدد الشرياني كان ده بنسميه بقى يعني إيه القديم الحديث لأن التمدد الشرياني من الأمراض المنتشرة جدا في الغرب يعني موجود بصورة عالية في أوروبا في أمريكا أقل في المنطقة عندنا لكن وجوده لابد من اكتشافه مبكرا يعني إيه؟ يعني ما استناش يعني إيه تمدد الشريان؟ يعني حجم الشريان زاد عن مرة ونص الحجم الطبيعي له يعني لو الشريان طبيعيا الحجم بتاعه سنتي يبقى لقيته إنه بقى اتنين سنتي يعني زاد عن مرة ونص في الحجم بتاعه يبقى تعريف تمدد الشريان علاجه إيه؟ لازم إن إحنا نكتشفه بقدري لأنه لو سبت التمدد الشريان هينتج عنه هو بالتوقيت مش هيوقف مش هيسكت هيفضل الشريان يضعف الجدار بتاعه لحد ما يوصل إلى حجم لم يعد يحتمل ضغط الدم الداخلي فبينفجر عشان كده كان التدخل الجراحي باكتشاف المبكر له وده الاكتشاف المبكر بحاجة بسيطة جدا موجات سوطية على البطن بتكتشف تمدد الشريان الأورطة مش محتاجة ليه حاجات متقدمة قوي وكان العلاج هنا فضلنا سجال بين الجراحة وبين الأسطرة التدخلية والدعامات المغطى ودلوقتي بقى في العالم كله أنت تختار إيه؟ هل جراحة أو دعامات مغطى؟ الحقيقة الإجابة بقت واضحة العامل الاقتصادي لازم يتدخل لأن الدعامات المغطى مكلفة جدا الحاجة الثانية نوع العيان الأمراض المصاحبة له الحالة العامة للمريد سن المريد فبالتاني ما نقدرش نعمم وده كان الإيه اللي احنا بنقول عليه إنه هو التوجه العالمي العام ما تقدرش تقول إن دي أفضل من دي لكن إيه؟ المعطيات اللي مدهالك المريد وسنه والعوامل الاقتصادية ولازم إنه لكن النتائج في النهاية أثبتت إنها متقربة لكن أنت نوع المريد يتحمل إيه؟ وده ما يتحمل شيء في حالة مرضية برضو مشهورة جدا وخصوصا في الستات يعني احتقان الحوض احتقان الحوض هي ومرض ستاتي في الأساس وكتير من الستات بتشيكم المشاكل ومحدش بيعرفها إن دي احتقان في الحوض أو دوال الحوض الحقيقة كان فيه جلسات كاملة على مرض احتقان الحوض المزمن وهو مرض يصيب السيدات هل بيصيب الرجال؟ هو المثيل له في الرجال بنسميها دوال الخصية هو المثيل له في الرجال لكن عشان دوال الخصية هو شيء ظاهري ممكن يكتشفه الرجل لكن في السيدات هي مش تكتشف لأنها مش شايفة المبايد فالمبايد جوه الحوض والأوردة محتقنة حوالين منها والأوردة محتقنة حوالين الرحم فتدي الأعراض وهي مش عارفة الأعراض جاية منين عاوز أقول لحضرتها حاجة إن مرض احتقان المزمن للحوض اكتشفنا إن النسبة بتاعته أكثر بكثير مما كنا نتخيل إن 23% من السيدات في مصر يعانون من هذا المرض وهم لا يعلمون ربع ستة وبالتالي إحنا الحقيقة الرقم مزعج وعاوز أقول لحضرتك كمان حاجة إن ده بيسبب كثير من الطلاق يعني من الأسباب لأنه هو الرجل لا يعي هذا الأمر والسيدة نتيجة ليه السيدات المصريات المتحفظات لا يبحن بهذا الأمر وينتوا عنه إنها تبقى محزونة بألمها فإيه النتيجة لازم حد يكتشف هذا الأمر ويحله فهنا كان بند علامة واضحة لازم إن احنا نوعي الناس به ولازم نعلنه وده كان واضح جدا في كثير من الجلسات في المؤتمر ده لابد من التوعية بإن الأعراض اللي عندك مش أعراض حاجة إن أنت تتحرجي من البوح بها لأن في النهاية إحنا عاوزينك حياة سليمة ده كانت من الأشياء اللي هي تم من أشيطها في المؤتمر السناني كل الشكر والتخدير طبعا بضيف العزيز أولا على مجودك الكبير اللي استمر فترات طويلة ما شاء الله ويعني أنا عارف إن المؤتمرات ويعني مؤتمر بهذه الضخامة لما نقول ألف زائر أو ألف مشارك من مصر ومن الوطن العربي ومن العالم كله أعتقد لحمل كبير جدا فأنا الله يكون فعونك ولو أنه أكيد بعده أنت بحتاج بقى ريلاكسيشن كبير نورت وشرفت طبعا هسيبكوا مع المؤتمر لأنه إحنا يعني كان لنا سعادة كبيرة نحن نكون يعني الشانل أو القناة التي تنقل مستهذا الحدث من قلبه من قلب الأكثر إليكم عشان تشوفوا إزاي الأسرة الطبية المصرية متمثلة في ثلاث أقسام مهمين جدا في ثلاث جهات مهمة جدا قسم جراحات جراحات الأوعية الدموية في كل الطب جامعة المنصورة قسم جراحات الأوعية الدموية وأقسام جراحات الأوعية الدموية في جامعة الأزهر وأيضا في الجامعية العربية الدولية لجراحات الأوعية الدموية ثلاث مؤتمرات لجمعها في مؤتمر واحد ضيف العزيزة وكلمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور موسعد سليمان مستهز جراحات الأوعية الدموية بكل طب جامعة المنصورة نورت الناس الحلوة وأسعدتنا وأسعد الأسرة الطبية بهذا المؤتمر الناجح الرائع في بقعة ساهمت بشكل كبير جدا الأقصر في تنمية السياحة العلاجية بشكل كبير بلا شك ونتمنى إن شاء الله المؤتمر القادم يكون في مثل هذا النجاح بالأكثر إن شاء الله دورتنا في هذا إن شاء الله أتركوا دايماً مع ناس الحموم ترجمة نانسي المتحدة أريد أن أتركوا إلى الباتزولياء المتحدة وضع دكتور موسعد وضع أجزوليهم وضع أجزوليهم نيفك في أي أننا نعطينا أننا نعطينا لجلقنا بشكل كبير هذه المتحدة ليست أولاً 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 أولاً. ترجمة نانسي قنقر 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 طبيب أمراض نسي في عيادته وهتعمل حاني مجهاري وتسأله السؤال أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة ده ما اسموش حاني مجهاري ده اسمو أي حاجة غير حاني مجهاري من 9 فبراير 2020 في مراكز الليات الخصوبة والسحر الإيجابية لغينا التسقيق لأن ليس له أي دور في نجاح حمل حالة بتاعتك يصبح مبايد بالعكس قد يكون مؤذي لها الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحاقق لازم نتوقع أشياء في طيات الجريمة معظم حالات بطانة راحل مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض للوحلة الأولانية يبان لي أن اللي يفوت مشكلة في الراحل ماشي خصحاش وتأخر إيجاب يبقى بيهرج أكتر حالات بتنجح فيها الحالة المجهاري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحالة المجهاري فيها أعلى سياستنا في المراكز الرادي للقصوبة والصحة للإنجابية إوعا ننصرح معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات الهندية خليكوا دايماً معنا فيها الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية أهلا بيكم النهاردة يوم مهم جداً جداً وصعب صعب ليه؟ لما نجد نتكلم عن تأخر الإنجاب وهيأتي الذكرى الرجل الموضوع صعب يا جماعة صعب من جسا ناحية طبعاً من ناحية الاجتماعية وناحية العقلية لكتير من الرجال للأسف اللي لسه الثقافة ما صرت لهمش إنهم مسؤولين قد يكونوا مسؤولين بنسبة 40% على حالة تأخر الإنجاب إنك تقول للرجل الذي يتحول القول له أو الإخبار العلمي إلى اتهام الجنس ليس هو التأخر الإنجاب والقودة الجنسية ليس العلاقة بتأخر الإنجاب إلا في حدود قليلة وبسيطة جداً لكن في المجمل العلمي ده شيء وده شيء آخر نرى الحوار الممتع دائماً ما أضايق في العزيز القيمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير على المستوى الإقليمي المستوى العالمي اسم بنفتخر بأداء العلم الرائع جداً جداً وطبعاً البرزنتيشن بتاعه دايماً والبرزنتيشن بتاعه الرائع جداً هل مازال أن مطلح أيضاً؟ مازال مازال السؤال خلاص وصل أي ما مازال لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي ورغم من النسبة يعني حيك قلت 40% لأول نسبة دلوقتي 50-50 يعني تأخر الإنجاب ما نعرف 40-20% غير مفصل السبب تمام أنا شطر قوت ده هاير هاير بس تقريباً دلوقتي 50-50% لأن غير مفصل السبب اتكلمنا عنه في حلقات كده طلع أن فيه جزء كبير من حالات غير مفصل السبب لها سبب بس منشخص كويس يبقى سادر مشاهدين يراجعوا الحلقة ده فهو غالباً كده النسبة الباقية يعني 50-50 50% راجل 50-60 هل كل حالة يقل لها أنت عندك أنت عندك ضعف حيوانات مانوية تحتك إلى إجراء حقن مجاري على طول؟ آآ طيب يعني قبل بس الأقول ما نخش على موضوع الحلقة كده آآ أول حاجة أنا بس بنقل لك تحيات كل استشتريين أمراض الزكورة اللي موجودين في مراكز الرياضي الخصوة الصحة الإنجابية السبع استشتريين اللي موجودين وأننا قعدنا نقول أسبابهم ممكن ناخد نص الحلقة فهما كلهم يسلاموا على حضرتك آآ تمام سبعة بيشتغلوا في الزكورة فقط في الزكورة فقط آآ طبعاً طبعاً على مستوى الفروع في جمهورية مصر العربية جميع م شاء الله آآ هما بيسلاموا على حضرتك وبيقولوا لك السلام من خلالي لسببين ليه من خلالي ليه هما نفسه مش جايين عشان سببين أول سبب يعني هما عارفين هما لما يجوا الدكتور أيمن اليوم اليوم بتاع الدكتور أيمن ضاع اللي هو راحين بيقام في الدكتور أيمن ويومين وراهم كمان أشعر عم تسجل بالليل قوي جماعة والناس دي بيتنان بدري وعندهم عمليات معظمهم بيشتغل عمليات كتير الصبح بالظبط وإحنا بنأخر وإحنا بنأخر في تسجيل يعني بالظبط في التسجيل بالظبط ده والحاجة التانية للدكتور الشامي يعني حكي يعني هتقدر يعني يتوصل المعلومة اللي إحنا عاوزين نوصلها وأنا جاي بالنيابة عنهم عشان أتكلم على لسنهم تمام عشان بس لما حد يجي يسمع دلوقتي أنا بتكلم في أمراض الزكور أنا بتكلم نيابة عن إسرائيل الزكورة اللي متوجدين في فريق عمل مركز على القصوة والصاحة الإنجابي وهنا النقطة أنا أقدر أن أنت بتحتلم التخصص بشكل كبير جدا رقم واحد رقم اتنين برضو بنقدم نموذج لأنه لازم قائد المنظومة المتخصصة في تأخر الجاب يبقى ملم بشكل كامل بكل تفاصيل الرجل ده حقيق ده حقيق فعلا ده حقيق أولا يعني يعني بشبه إلى حد ما وبحترم جدا المهنة دي وبقدرها جدا أنا مدير الفني لفريق أي فريق رياضي فريق قرة القدم اللي أحك ما شاء الله أحك يعني شاطر فيها جدا الله أكبر يعني تمام فأولا المدير الفني بيبقى يعني عارف التفاصيل إيه والخطط إيه وعارف إمكانات العيبة بتاعته إيه ومين شاطر في إيه فهي قدر أن هو مش هقول يوظف يستفيد من إمكانيات هذا المهاري في الجزئية دي لكن المهاري آخر يستفيد منه حسب مهارته في جزئية أخرى وهكذا يعني تمام أحيك قلت حتة مهمة خالص أن الدكتور أن الزوج مازال بيعاند حقيقي آه مازال بس الحمد لله على الفكرة أقل من كده يعني إحنا ما شاء الله مع بعض كده في موضوع الإعلام الطبي في مجال الإعلام الطبي بأن داخل عشر خمستاشر خمستاشر يا على طول دلوقت بيعدي كده من 2009 تقريبا كده آه تقريبا تقريبا كان ساعتها لها كان معندة ومعافرة ومقاومة غير طبيعية لها دلوقتي قلت 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 بس لسه برضه مازال وخصوصا لو كان الزوج نخلف قبل كده دي بقى بتبقى يعني دركة العندي فيها أعلى اللي هو إيه ده نخلف قبل كده أنا سليم روح يشوفي نفسك على فكرة يعني أنا أقول لك على حاجة أنا أعذر جدا اللي يقوله الجملة دي لأنه الراجل مش هي يعني الراجل خلف قبل كده من ثلاث سنين وعنده عائل ثلاث سنين والله أربع سنين أي لما يجي نقوله أي إيه اللي حصله في ثلاث سنين تمام تمام اللي حصله ممكن حاجات كتيرة التهابات دوالي عدم انتظام في الهرمونات لقدر الله أورام في المنطقة بتاعة الخصية اللي حصله ممكن يكون كتير إحنا نهاردة جيدنا لقى الضوء على الراجل وعلاقته بي تأخر الإنجاب ودوره في حالة تأخر الإنجاب وزي نشخصه يعني تحديدا نقاط معنا تريكس كده اللي هي الخبايا والخفايا المهمة في دور الراجل في تأخر الإنجاب إيه دور الراجل إيه دور الراجل في تأخر الإنجاب تريكس أنت عملت شوّقني عارف الفيلم اللي بيبدأ بالراحة 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 عايزين ندخل في الإسارة التشوق المتعة ودائما كده في المؤتمرات العالمية الكبيرة كده محاضرة اسمها تكسان تريكس يعني أنا دي باستناها دي 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 طحفة آه باعد أدور على الإسكاديوال اللي غيرت لما لقيها رو أقعد فيها آه آه فظيع يعني تكات والتريكات بتاعت يعني ده كلام إنجليش يعني مش إحنا اللي بنختار أو يعني في الموضوع بتاعنا ده اللي هو السؤال أول سؤال حيك سألته حلو أوي 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 اللي هو هل كل حالات ضعف الضعف السائل المنوي ضعف السائل المنوي ما روش علقة به ضعف القدرة الجنسية هل كل حالات ضعف السائل المنوي بتحتاج إلى حقن ميجاري الإجابة لا وألف الأول مش كل حالات ضعف السائل المنوي تحتاج إلى حقن ميجاري يبه إحنا عاوزين نطمن الرجالة يا رجالة لو تحدي السائل المنوي بتاعك وطلع مستليمة في المية ما تتخضوش مش كل الحالات بتحتاج إلى حق المكاني تمام؟ لكن إحنا رغم أن إحنا أكد المنومة دي فإحنا بنؤكد على أن تحريصها المنوي عشان نضمن أنه هو أتعامل صح والنتاج بتاعته فعلا نتاج دقيقة وقدر أعتمد عليها عشان أبني خطة علاج لازم يتعامل في معامل زكورة ومش في مجاله أن إحنا نستفيد ليه الفرق ما بين معامل الزكورة والمعامل العادية مش مجاله دلوقتي بس إحنا لازم نؤكد على هذه المعلومة أن تحريصها المنوي وتعامل في معامل زكورة لو طلع طبيعي تماماً أنت راجل رائع ما شاء الله عليك أنت زي الفل طب لو طلع في ضعف بسيط برضو ما فيش مشكلة أنت زي الراجل زي الفل ما عندكش أي مشكلة خالص شوية علاجات والأمور هتتزبط تمام؟ لكن لو أنت عندك ضعف شديد في تحليل السهل المنوي لأ ساعتها هنجرب تجربة علاج لو الوقت يسمح لو الوقت يسمح مش وقت يسمح بتاع الحلقة لو الوقت يسمح بتاعت حالتك وإنتو كراجل وسد وقت الزوجة ليه؟ بالضبط وقت الزوجة الزوجة عندها كم سنة؟ عندها 38-39 سنة يبقى ما عنديش رفاهية الوقت عندها 22-23-24-25 لحد 30-32 قبل الـ 35 عندي رفاهية الوقت قبل الـ 35 عندي رفاهية الوقت فوق الـ 35 ما عنديش خالص خالص ما عنديش رفاهية الوقت فوق الـ 35 سنة لا أنت الراجل حتى لو كان عندك مشكلة بسيطة وزوجتك ما عنديش رفاهية الوقت يبقى أنا ما فيش مجال أن أنا أستنى على العلاج معاك طب لو أنت عندك ضعف بسيط ضعف بسيط بس زوجتك عندها حاجة بقيت نشوفها كتير قوي اسمها نقص فيه مخزون المبيض يبقى ما فيش مجال أن أنا أستنى أن العلاج يجيب معاك نتيجة لأنه لو أنا استنيت ده هيأثر الوقت هيأثر على المخزون المبيض بتاع زوجتك تمام؟ يبقى ملخص إجابة السؤال العظيم ده كل حالات ضعف السيد المنوي نلجأ إلى حقن مجهري الإجابة لا من الحالات اللي هناخد معاها فترة علاج كرس علاجي 3 شهور في 3 شهور كمان ولو في عمارية دوالي هيستفيد منها لو عمالها نعملها له الرجال اللي هم عندهم ضعف بسيط في السيد المنوي زوجتهم مش كبيرات في السن مش فوق 35 سنة عندهم مخزون المبيض كويس فترة الزواج أو فترة تأخر الحمل لا تزيد عن 5 سنين لو الأربعة دول موجودين تمام؟ يعني إيه؟ فترة تأخر حمل أقل من 5 سنين زوجة صغيرة في السنة أقل من 35 سنة مخزون المبيض كويس إنت عندك ضعف بسيط في الحيوانات المنوية هناخد علاج وإن شاء الله الأمور تتضبط وبيماشيات إلا الحمل هيحصل لو قررنا الرجل لو قرر لو عمل تحليل السائل المنوي وقررنا أنه هنتعمله حق نميجاري الرجل ده بيبقى ليل ونهار وقاعد تمام بتفرج على التحليل بتاع السائل المنوي عمال يركز كده ويفتح على الإنترنت يشوف العدد مش عارف الحركة اللي زوجة شكل السائل المنوي شكل السائل المنوي إيه الحمل اللي تتؤثر عليك صح هاي دلوقتي الثلاث معايير المهمة لتقييم السائل المنوي اللي هما العدد والحركة والتشوهات تمام الميزة بقى إن العدد والحركة والتشوهات في الحقن المنوي دورهم ضعيف تماما بمعنى أقصد أقول إيه العدد هو أنا محتاج ملايين الحقن المنوي عشان أعمل حقن المنوي لا خالص أنا محتاج عشر خمستاشر عشان حمل منوي بالكتير يعني بالبلد كده بإذن الله هنلاقي يعني هنلاقي لو حتى مش موجود في السائل المنوي هنقدر إن إحنا نستخلص من الخصية وهنتكلم عن موضوع استخلاص حتى المنوية من الخصية ده في موضوع من فصل يبقى العدد ما عنديش منه مشكلة الحركة هل مهم إن الحيانات المنوية تتحرك حركة أمامية بوجيسيف موفمت خالص خالص نهائيا حتى لو كانت زيره الحركة الأمامية ما عنديش مشكلة أنا كده كده حان منوية دكتور أيمان باخده بقى أحقنه جوال بويضة فمعنديش مشكلة ناحية الحركة تشوهات اتعمل عندنا تحليل سانمانو في مراكز رادي الخصوبة والتشوهات طرعت بنسبة 100% الراجل هيتخض إيه ده تشوهات 100% أنا قدر عمل حان ميجالي بالتحليل ده آه أنت هتاخد علاج عشان نحسن النسبة دي بس أنا عاوز أقول لك أنا بقول للزوج يعني أنا عاوز أقول لك لو إن التشوهات استمرت بنسبة 100% أنا برضو هقدر عمل لك حان ميجالي وأنا متطم وبإذن نسبة ناجحة برضو علي إزاي تشوهات 100% دكتور ما أنا بشوف التشوهات موجودة فين فأني جزء من الحالة المنوي هل هو الرأس هل هو الرأبة هل هو الدين مين يا دكتور أيمان اللي هميني في الحقن الميجالي الرأس الرأبة والدين أصصا بقطعهم فالرأس لو كانت سليمة لو كانت سليمة أنا مش محتاج أكتر من كده فده اللي أنا بدور عليه بدور عليه حيوان المنوي شكلاً نواة شكلاً الرأس سليمة وكمان النواة بتاعته النواة اللي جوه رأس الحيوان المنوي لازم تكون سليمة في معايير أخرى في معايير أخرى غير العدد وحركة والتشوهات اللي احنا قلنا اللي هي ملاش دور أساسي آه في معايير أخرى الحيوية فيتاليتي ونواة رأس الحيوان المنوي ما يسمى بتقصر المادة رأسية في رأس الحيوان المنوي الفيتاليتي اللي هي الحيوية تتأثر تتأثر بلخبطة في الهرمينات تتأثر بالتهابات يعني نتيجة وجود صديد تتأثر برضو بالدوالي تمام؟ بوجود الدوالي فعشان كده بنقول اني المفروض المفروض اني لما هنجي نعمل حقاة مجهاري شيء مهم شيء مهم ان يكون دكتور الزكورة مطلع على الزوج وحالته والتحديل بتاعه لان لو الحيوية بتاعت الحيوية المنوية ضعيفة يبقى لازم ندور على سبب ضعف الحيوية ونعالجها يبقى احنا ما تكلمناش على فكرة على العدد والحركة والتشوهات بالاهمية بتاعت الحيوية الفيتاليتي يبقى الفيتاليتي شيء مهم عشان كده بنقول لما نيجي نعمل حقاة مجهاري الافضل ان احنا نروح في مركز متخصص فيه تخصصات جامحة ما يبقاش الزوجة فوادي والزوج فوادي اخر تمام؟ يبقى شيء مهم هو الحيوية تمام؟ واللي بيعمله الدكتور الزكورة لو كان في صديد او التهابات بيعلمه لو كان في لخبطة في الهرمونات بيزبطها الاول وجايز جايز لو فيه دوالي هيعملها ولا مش هيعملها ده قبل الحان المجهاري ده حلقة مخصوص هل الدوالي لازم تتعمل قبل الحان المجهاري ولا لا ده حلقة مخصوصة دكتور عين ده العامل الاولاني المؤثر المهم اللي هو الحيوية العامل التاني مهم جدا بنفس الاهمية الا وهو نواة راس الحيوان المنو الحيوان المنو الحيوان المنو عبارة عن راسه النواة بتبقى جوه الراس تبقى حاجة واحدة سليمة زي الكورة كده احيانا بعض الرجال الحيوان المنوية بتبقى متكسرة النواة بتاعتها اه اصد تبقى متكسرة متفتفتة لو احنا استخدمنا لو احنا استخدمنا حيوان منوي نواة متكسرة وحقنا بيها البويضات نجاح الحان المجهاري بيكون اقل نجاح الحان المجهاري بيكون اقل عشان كده الرجالة دول قبل الحان المجهاري ياخدوا علاج واثناء الحان المجهاري لازم تتعمل اجراءات عشان اضمن ان انا اخترت حيوان منوي نواته سليمة دي أهم المعايير دي أهم المعايير اللي هم الحيوية وتقصر نواة راس الحيوان المنه لو أنا حبعت رسالة لكل رجل عنده تأخر إنكاب فتكون الرسالة دي مضونها نقاط محددة لازم يحطها في تماغه عشان ما يصابش إلا بحلع أو بهروب هلع يبقى مبالخ جداً في خوفه والهروب إنه بقى يسيب الموضوع كله وينسحب وما يجيش التجارب أو ما يجيش الحان المجهري في موعده ما اتبعش التعليمات إحنا عوزينا تطمن الرجالة بالعكس ونسب نجاح الحان المجهري خصوصاً لما يتعمل الأسباب للزوج دي بتبقى أعلى النسب أعلى النسب برقم واحد رقم اثنين مش كل حالات اللي بتعمل اللي عندها ضعف في تحديد السرمانة وبتعمل الحان المجهري إحنا منقول حالات الضعف الشديد عدد أقل من 5 مليون حركة أمامية أقل من 5% تشوهات أقل من 96% يحصل حمل بكل سهولة بمشاية الله حتى لما نيجي نوصل لمرحلة الحان المجهري إحنا مع برنامج علاجي قابل الحان المجهري شخصية وأثناء الحان المجهري إجراءات بنعملها جداً مهمة الإجراءات دي تورد جداً إن إحنا ما نقرب لكش خالص أيها الزوج عشان الرجالة ساعت بتقلق جداً إن إحنا هنقرب من الخصية سواء ناخد حيون منوي بالإبرة من الخصية ده إحنا عندنا في المراكز الإخصاب عموماً وفي مراكز الرياضة للخصوبة خصوصة تقنيات حديثة أقدر أن أنا أختار حيوان منوي نواته سليمة من غير مقرب لخصية الزوج حتى ولو الحيوانات المنوية عنده قليلة جداً 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 أنا أقوله ده أبديتت جداً تاني أقدر في مراكز ذريعات الخصوصة والصح الإنجابية إن أنا أختار حيوانات منوية شكلها سليم ده عادي ده موجود في كل أماكن لكن نواتها سليمة في حيوانات منوية عدد أولاي جداً من غير ما أنا أخد حيوانات منوية دي من الخصية ده موجود عندنا في مراكز ذريعات الخصوصة والصح الإنجابية تقنية جديدة بالبنى دي كده كده كنا زمان بنسميها طبا اسمها بيكسي بكر اللفظ ده بيكسي والبيكسي ده عشان أقدر أعمله لازم أحط فيها حيوانات منوية عددها كتير لكن فيه تقنية استحدثت إذا سمينا التقنية الأديمة بيكسي طبعاً هنستقدم التقنية هنقول على التقنية الجديدة مغناطيس فالمغناطيس ده موجود أقدر أجذب به حتى ولو خمس حيوانات منوية أعمل بيهم حقن مجهاري بحيوانات منوية نواتها سليمة إذا نحن دلوقتي طرحنا أكتر من سؤال مهم أولهم طبعاً هيكون هو المغناطيسة الذي يسحب الحيوانات منوية هيجي في حوار تمام ثانيهم سؤال هيفرض نفسه دوالي هل هي عائق هام جداً أو إمتى تكون عائق هام جداً أو إمتى تكون عائق وهمي في النص كده قلت كلمة الدوالي بس الدوالي دي فيها ديبيت فضيع جداً جداً تمام فأنا محمل بكلام الاستشاريين بس الزكورة الموجودين في مركز ذراق صوة صحة إنجابية بس هما بيأكدوا علي دكتور يشام لازم الدوالي تتناقش في حلقة منفلسة عشان كده بأقول الحلقة الجاية آه ما ينفعش خالص خالص خلاص الوقت خلص آه بالظبط ده أنا بأقول بسخن على الحلقة الجاية أيوة بالظبط القادم إذن معارك أكثر شراسة ربما ده هاي يعني فيها ديبيتس كتير جداً ده هاي كل التحية لكل الاستشاريين الخاصين هما بسلموا على حي جداً جداً سلمني عليهم يو صلى الله أشكرهم 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 حاطم وأشكرك شكراً جزيلاً ضيف العزيز تأخر إنجاب الحق المجالي عضو جمال أوروبية للخصوبة على نقل رئيس مجلس اندارية متموعة مراكز وعيادات الرياضة للخصوبة وعضو جمال أمريكي للخصوبة وتأخر الإنجاب كعدته مبدعاً وكمان استشاريين الذكورة كانوا مبدعين أكيد في كل ما يتعلق ب آه ذكر الرجل والتوضيح وإزالة السطار عن كل الغموض المتعلق بالرجال اللي أساساً كانت آه كلمة تأخر إنجاب كلمة مرعبة له أصبحت الآن ربما مع التقدم العلمي والتكنولوجي كلمة أقل كثيراً جداً في وقعها خليكم على سلام الموضوع شديد الأهمية إيه هو الموضوع؟ موضوع مشاكل المفاصل المفاصل طبعاً وبصفة خاصة الرجبتين زي ما حيك قلت بقت أزمة كبيرة جداً على مستوى العالم زي ما سيعتك قلت والمصيرين بصفة خاصة لإن إحنا عددنا ما شاء الله زاد وعندنا مشاكل ممكن تكون وراسية وممكن ريسك فاكتورز اللي هي العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بخشونة الرجبتين منتشرة جداً في مصر إيزاي النحال كتاباً؟ والوقاية والعلام؟ في الأول نشرب مية ونخلي بالنا من الأكل ونأكل أكل صاحي ونأكلش أكل حريف ونقفش كتير ونمشي كده إنه حصلت بقى الخشونة فلابد هنلجأ ليه علاج العلاج ده منقسم لتلات أشياء أول حاجة رشدة أدوية نمرأتين مكملات غزائية نمرأتلات علاج طبيعي من سنين قلائلة بدأ يظهر المكمل غزائي الكولاجي مهم جداً ويارد نبدأه في مراحل وقائية وليست علاجية يعني أنا مثلاً عندي الدرجة الأولى والتانية أخذ كل لاجن هيحسن أداة الغضروف جداً هنصينه هنحسن أداؤه ليه ما فاصلك ما بتعبناها السيارة؟ ليه؟ هبنشوف أنا بشوف ناس كتير جداً بسن الزراج جداً باين جداً في حركتهم إنه الركب مش سليمي باين الحركة نفسها فيها مشكلة ستات بدأت الركب بتاعتهم تبقى فيها مشاكل كبيرة جداً تعرفوكم بالسيارة دي مهمة كده أهلاً بكم الموضوع شديد الأهمية وضيف من أصحاب المقام الرفيع يعني الموضوع وضيف النهاردة زي ما بيقولوا المقام كبير جداً والقيمة شديدة الأهمية شديدة الانتشعر إيه هو الموضوع؟ موضوع مشاكل المفاصل إيه اللي أكثر انتشاراً في البيوت العربية والمصرية وفي العالم في المشاكل المفاصل نهاردة هنتكلم على طبعاً أكيد عن الركبة لإنه هي واحد من أشهر المفاصل في البيض نهاردة زي ما قلت لكم الموضوع مهم والضيف شديد إلى همية قيمة علمية كبيرة واسم قدير اسمه صاحب تاريخ رائع للغاية وأداء مهني ولا أرقى يعني فأنا سعيد جداً بقبوله دعوتنا النهاردة القيمة العلمية الكبيرة سامح سالم استشاري أَلام المفاصل والعمود الفقري وعلاج الألام واستشاري الطب الطبيعي وأسالي 돼요 والطب التأهيلي ساحب الدكتوراه من جامعة مونستر لألمانيا دبلوم الطب الرياضي وعلاج إصابات الملاعب من ألمانيا رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارلمية واستشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب باللجنة الأولمبية الاسم الكبير أهلاً بك لكم سلام أهلا بحضرتك وسعداء جدا أنت تنور الناس الحلوة ويعني استمتعت جدا أنا ما قبل هذا الحوار متعة ومعلومات ما شاء الله مهمة جدا بما أني لايه فكرة فلاحب مرضك حدى الأول بالتهابات المفاصل بمشاكل المفاصل بألام المفاصل كلنا عندنا مشاكل المفاصل حضرتك قدمت ومقدمة جميلة جدا شكرا شكرا حضرتك جدا المفاصل طبعا وبصفة خاصة الرجبتين زي ما حيك قلت بقيت طبعا يعني أزمة كبيرة جدا على مستوى العدم زي ما سيتك قلت والمصريين بصفة خاصة لأن إحنا عددنا ما شاء الله زاد وعندنا مشاكل ممكن تكون وراسية وممكن ريسك فاكتورز اللي هي العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بخشونة الرجبتين منتشرة جدا في المفاصل بتبدأ بالتغذية السليمة في الطفولة والشباب بتبدأ بالوزن الزايد بتبدأ بالاستخدام الخاطئ بتبدأ بالاستهتار وعدم الإلمان بجميع مشاكل جسمك والعوامل الجينية أو الوراثية ودي عامل مهم جداً ولكن ممكن أنا أكون هيجيلي مثلاً خشونة في المفاصل في سن السبعين ولكن أبدأ في سن الخمسين وقد أتعرض لتغيير مفصل وأنا سني خمسة وخمسين سنة أو أكون عاجزاً عن الحركة أو أعالج عليك تحفظي فطبعاً ده شيء مهم جداً ومكلف جداً للشخص ولا الدولة وبقى بيعملوله حسابات على مستوى العالم لأنه فيه جزء منه كبير جداً اقتصادي لأنه لما الشخص يبقى فوق الخمسين ومش قادر يتحرك أدوية لحصرة لها علاق طبيعي ملوش نهاية حق نركب مفيش نهاية نغير مفصل برقب كبير جداً وهذا مكلف جداً طب وليه وأنا ممكن أخد إجراءاتي قبل أن يحضر سذلك يعني أنا بحب طبعاً الوقاية خيره من العلاج زي ما بيقوله ولكن فيه إجراءات الحياة ممكن لوحد ياخدها تفرق في حياته جداً جداً وبعدين فيه دكاترا يقولك لا ده حاجة ما بتتصلحش لا بتتصلح في سن معين ومراحل معينة من الخشونة اللهم ما معروفين الأربع مراحل للخشونة الأولة والتانية والتالتة والربعة الرابعة بالإنجليزي بون أوفربون دي بتبقى صعبة الحياة تعويضها ولكن عندنا تلات مراحل ممكن نقف عندها وممكن نتحسن وممكن نرجع درجة الوراء حصلت ومسجلة إن واحد يكون في الخشونة من الدرجة التانية يبقى في الأولى من التالتة يبقى للتانية ودي طبعاً سعادة غير عادية وليه أصدقاء نفسي معالجهم يعني عشان كده أنا على تواصل معاهم لما كان هيغير مفصل من 18 سنة مفصل فغدة أو رجبة ومش على علاج ومش على التعليمات ولحد النهاردة مشي كويس مش عاجز فده إنجاز يعني ده لازم لوحد يحطه في الاعتبار الأعراض الأعيان اللي عنده مشاكل خشونة في لبتين مثلاً أو في مفصل أعراض اللي بشي كمينة بتباشي تلاقي هو طبعاً النقطة الأساسية بالنسبة لما يدي الألم الألم أو فقدان جزء من الحركة يعني يقول أنا دكتور الألم مش جامد بس بطلع السلم بالعافية ده أنا وانا نازل موجوع نازل السلم نازل السلم يعني يقول لك أنا وانا نازل رجبتي بتوجعني علامة على حاجة معينة لأنه مفصل رجبة مقاسم لجزئين يعني جزء أمامي وجزء في الرجبة نفسه يعني موظم الناس فقط يعني تعتقد مفصل رجبة مفصل معقد جداً لأنه فيه مينسكاي أو المفصل الوحيد في الجسم اللي هو فيه غضاريف وفيه مينسكاس أو الغضروف الهلالي اللي بيطلق عليه الغضروف الهلالي الداخلي والخارجي والرباط الصليب الأمامي والخلفي والأربطة الجانبية ولكن المفصل زي ما احنا ممكن تكون شايفين في الفيلم كل عطبة بتبقى في نهاية المفصل مغطاة بطبقة غضروفية إلا الرجبة كمان فيها مخدتين اللي هو المينسكاي زيادة علشان دول زي مساعدين العربية بيتحملوا ثقة للجسم وحركاته المفاجأة وعش كده اللعيبة طبعاً ده من أهم أسباب اعتزال بعض اللعبين أو إصاباتهم الرجبة طبعاً هو طبعاً فيه إصابات بتبقى الحياة شديدة جداً والجراحات اتطورت في إصابات المناعب ولكن ممكن الألام اللي المزمنة بتسبب لنفس المشكلة وما انتش عرفت علاجها يعني مشروبات صليبي هنعمل له عملية مش قطع في الغضروف نعمل له عملية لا الألام اللي في الرجبة المزمنة زي ما احنا شايفين كده تغيرات وأنا باعتبرها يعني زي شعرك زي زي الصلع ممكن تحصل هتحصل بس أنا ممكن أتعامل معها برفق وما وصلش لمرحلة إن أنا أوصل اللي إحنا شايفينه أنا مش قادر أتحرك أو عاجز عن الحركة أو بمشي مئة متر ومش قادر طبعاً دي حاجة سيئة جداً خطيرة جداً جداً أماكن حدوثين صحة طبعاً الخشونة ممكن تحصل في مفصل كتيراً جسم كله ولكن أشهر حاجة الرجبتين اللي إحنا عارفينها ثانياً الفخدين مفصلين الفخد إنما أنا مثلاً عندي مريض بيجي في الكتف حاجات ندر الكتف كامل ويحتاج تغير مفصل ونحقن ونعمل وعلاج تحفوزي وعلاج طبيعي بيحصل في جمال المفاصل إنما الرجبتين هم اللي بيعجزوا عن المشي يمكن الفخد المريض بيتحامل يمكن مفصل الكاحل الكتاف الظهر طبعاً بمشاكله إنما الرجبتين بتخلي المريض فعلاً ماسك عصاياً أو محني أو مش قادر أو مش قادر ياخد خطوته الطبيعية ومش قادر يشيل جسمه يعني ده طبعاً حاجة سيئة جداً وبتصل معاه للمراحل المتقدماً وما يعرفش يفرد ويتن رجله وبعدين لو ما عملش إجراءاته التحفظية وهو في سن معين بتأخر فنيجي نلجأ للجراحات بتجيبش نتيجة كويسة يقول لك ده مش جايبة نتيجة فطبعاً عايزة حذر وعايزة نظام وده اللي نتكلم عنه إزاي إن ده في سن معين تبدأ ترتب إن ما يحصلش ده كمان عشرين سنة كمان تلاتين سنة في إجراءات بتوقف كده عايز أكلم في مقطع دين أولاً ما دا انتشار حالات خشونة المفاصل والرقبة تحديداً في مصر والعالم العربي والعالم بلس الحاجة التانية المهمة برضه هي استقبال الناس للمشكلة إزاي بتصرفوا معها يعني تصرف الناس معها بيتصرفوا صح هل في حاجات يقدروا يعملوها عشان يمنعوا أو يقللوا أو إما بيزودوا المشكلة تصرفات نظبط أو تصرفات تقلل يعني الضد اللي بيزود أكيد في حاجات بتقلل نظبط كلب حيك طبعاً ده دراسات عالمية جداً إن مفصل الرقبة ده بيشكل الجزء الأكبر يصل قريباً جداً لخمسين في المائة من البشر بيصابوا بي يعني كل اتنين بيجي لهم مشكلة في الرقبة هي كل مشكلتها زي ما احنا قلنا هو يمكن في سنة عشرين أربعين هتصل إلى خمسين في المائة زي ما حكي قلت إيه الإجراءات اللي ياخدها المريض أول ما يتواجع طبعاً يعني أسوأ شيء في الدنيا إنه هو يبدأ يستخدم الأدوية اللي هي غير استيرودية أو النان استيرويدل اللي هي المسكنات اللي هي معروفة عنها المسكنات دي بتعمل أثار سيئة جداً ليه سببين؟ أول حاجة سيستمك يعني الجسم كله المعدة والكلة وإحنا عارفين طبعاً الأضرار وفي ناس الحقيقة بيصلوا الفشل كله يعني من كتر المسكنات يعني شيكاب بنبقى حذرين وفي الرشيد تلو قد نحدد معادها وعشر تيام بس لأ دا يوم بعد يوم لأ خلي بالك كده وبعدين المشكلة بقى الأكبر إن أنا بخفي الألم هل إخفاء الألم ده حل؟ ده خطر جداً ربنا عمل الواجع ده ليه؟ نعمة علشان تقف أنت بتمشي مت متر ومش قادر تمشي متاخدش مسكن متاخدش ده يكله في ناك علشان ما تحسش بيواجع طول اليوم ده أنا طول اليوم تمام بعد الميت خطوة حصل مشكلة أكبر بياكل في الغداريف أكتر فالواجع ده علشان يوقفك أو نتصرف صح أو تبدأ تاخد إجراءاتك التحفظية علشان الرجبة ما تنتيش إنما عندي لمبة حمرة في الطابلول العربية وبعد بطفيها وأكمل إيه المشكلة؟ المشكلة أن العربية تولى العربية تولى والبطور خلاص دايماً أقول لك الواجع ده هو اللمبة الحمرة اللمبة الحمرة تتحرق تتحرق صح أو غلط إنما تاخد مسكن وتكمل سنة واثنين وعشرة يا إما كلا ومعدة يا إما هيبقى الرجبة تدخل في مراحل متقدمة أنت ماخدتش الإجراءات السليمة إيه الإجراءات السليمة؟ ممكن أخد مسكن لأيام بسيطة بس أدور على المشكلة جاية منين؟ هل أنا وزني زاد؟ هل في سكر أو مشاكل عضوية مأثرة على كفاءة غضريف؟ هل أنا عضلاتي ضعفت ووزني زاد لدرجة ما أعطش أي شيء نفسي؟ لأن المفاصل طبعاً العضلات اللي بتشالها فدي بقى العوامل اللي إحنا بنشوفها واضحة جداً زيت الوزن طبعاً أحد لما بيجبر طبعاً بيضعف أكتر أسباب جيناتو رأسية طبعاً دي معروفة أن هي يعني بيجري في العائلات ضعف العضلات زي ما قلنا الضغط زاد على المفاصل ودي نقطة عايزة أتكلم فيها مهمة أوي أن فيه ناس يقول لك أنا بقى مش يا دكتور كل يوم ساعتين عايزة أقول لهم من اللي قال اكتبش ساعتين إيه؟ الصحف كده يعني فيه ناس بيعتقدوا أن الرياضة والمشي يعني بيحافظ على المفاصل والرباتين بصفة خاصة كلام غير صحيح ممكن يقول للمريض أنا عايزك تمشي كل يوم ساعة طب ركبك المفاصل بعد عشرين ديئة ممكن تستهلك إحنا مش بنتكلم على محترفين الرياضة ولا يعني في سن معين إنما في سن معين أنا أنصح من عشرين إلى تلاتين ديئة في المرة الوحدة إنما حضرتك ممكن تمشي ثلاث أربع مرات في اليوم وماشية رياضية مش أي ماشية ما هو فيه ماشية تمشية فيه مريضة تقول لي يعني دكتور دا أنا ممشي كل يوم ساعة وكنت زي الفل بتمشي بشنطة شايلاء على كتفها بجزمة أو حزاء غير مريح في أرض غير مستوية ما بتشربش مية وبيحصل هايدريشان كافي للمفاصل والغضريف طيب شكرا بيحصل عندنا بعض المشاكل في رمضان أحب أقولها للناس كده ونصيحة ستات في رمضان يعني يخلص العيد من هنا ويبدأ العيادة تتمني بالسيدات اللي وقفوا في المطبخ أثناء رمضان وهم صايمين فترات بالساعات طويلة عشان العزومة عشان العزومة يشد المية من المفاصل أكتر الوزن زايد وابنقى بفترة طويلة وبعد نتقع بقى ساعتين ثلاثة وطلع سلم الغضروف جوه نشف جدا فأنا لما هستهلكه هو ناشف غيرا هستهلكه هو طري الغضروف زي السفنجة فيها مية ساينوفيا الفلاود سائل ساينوفي بيامتص السفنجة بتامتص السائل وبتدي ليونة في المفصل طب أنا بقى معدش فيه السفنجة ناشفة وقومت أنا ماشي عليها هتفرق بالبلد يعني فهيبدأ يحصل هفرقها هفرقها ده بالبلد كده يعني احنا برضو نحب نوصل للناس وهو لازم للناس تفهم قيمة المية تفهم مختلف احنا تلتين مية ها طبعا تلتل بنا قدم مية طبعا والغضروف ده نسيج سفنجي وحرج اوقف عشر دقايق ربع ساعة أول ما تلاقي فرصة تقعد خمسة دقايق وقف يقعد أثناءها الغضروف بيشم نفسه ومعلوش ضغط الجسم كله فيبدأ الغضروف يمتص السائل الساينوفي يوم ينتعش تاني ورجع كمل تاني ازاي من حالك دقايق والوقاية والعلاج طبعا احنا كلمنا عن فترة اللي هي اللطيفة اللي هي في الأول نشرب مية ونخلي بالنا من الأكل ونأكل أكل صاحي ونكونش أكل حريف ونقفش كتير ونمشي كده ان لو حصلت بقى الخشونة فلابد هنلجأ لعلاج للعلاج ده منقسم لثلاث أشياء أول حاجة رشدة أدوية نمرة 2 مكملات غذائية نمرة 3 علاج طبيعي برضو نتكلم عن حاجة حاجة الأدوية طبعا لابد نبعد عن الأدوية اللي هي الخطيرة يعني اللي هي بتأثر على فيه بقى حاجات زي اللي هو البرستامول اللي يقال يعني في السوق اللي هو اسم يعني تجاني معين ده فعلا كويس بس هو ما بيسكنش أول مريض بقى مختنع بيه وبعدين هيتحكم بقى في وزنه ده برضو لسه ده جراءات تحافظية وعلاج طبيعي ويعمل تمريل لتقوية عضلات رجليه عشان تشيله شوية وبعدين بقى فيه مريض بقى يتحسن على الحاجة السخنة وعلى الحاجة الساعة دي حاجة مهم نتكلم فيها ديه واحدة لو انا عندي ارتشاع في الرجبة ورجبة انتهبة جدا احط كمدات سخنة ازاي غلط لو انا رجبتي اه تعبانة وخشونة وتعبان بس مفيش ارتشاع مفيش التهاب حاد مفيش سخونة مفيش ورم مفيش انتفاخ ممكن اعمل كمدات دافية وكده فالمريض اللي يزي بقى حازر المريض بيجي لنا احيانا بيبقى عنده ارتشاح وعمل مياه سخنة يوم يحصل ايه يزيد يوم يحصل ايه دهر الرجبة من وراء بيكرسست او كيس المياه خلف الرجبة حاطت مياه سخنة دفع يعني دش السخن فتحته على رجلي نص ساعة الدم بيزيد زيادة الفلوء بتاع البلاد بيزيد طيب يوم دخلنا في ايه ننشح في جلطة جلطة ديفت ايه على طول فالمريض يدخل نفسه في مشكلة كبيرة جدا فدايما جلطة في الوريد في الوريد اه الوريد تاع رجله ايه تلاقي سمانة رجله بحجرة خطر جدا وحصلت كتير جدا فلازم المريض يبقى حذر من السخنة والساعة لازم بقى عارف هو بيعمل ايه عشان ايه لو في ورن في الرجل ازم والتهاب كما دات ما يسعه كما دات تلج مثلا من عشر داي لتلتة ساعة زي بيحصل في المطشاط زي المطشاط بيطلعه وعلى طول يجيبوا له كيس تلج وينفوه ويعمل ضغط ويرفع رجله ويرايح نيجي بقى للمكملات الغذائية والحياة السنين الاخيرة ظهر منتج اللي هو الكولاجين الطبيعي بتاع الجسم بدأ يعني يحصل طفرة والحياة اول من بدأوا الالمين ان هما بدأوا يعملوا طيب تو كولاجين اللي هو بيمثل حوالي من خمس عشرين لخمس تراتين في المية من بروتين الجسم كله وده داخل في تركيب الغذاريف طبعا وده كان منسي الحقيقة جدا منسي سنين يعني يمكن من سنين قليلة بدأ يظهر المكمل الغذائي الكولاجين مهم جدا وياريت نبدأه في مراحل وقائية وليست علاجية يعني انا مثلا عندي الدرجة الاولى والتانية خشونة اخد كولاجين هيحسن اداء الغذروف جدا هنصينه هنحسن اداءه حتى انت لما تستهد وفي العمود الفقري كمان بيدخل في تكوين الغذروف اي مفاصل فالغذروف ده لو ناشف وانا وطيت غلط اهي فارقة هيعمل انزله غذروفي وندخل في القصة فالافضل ان حاج تغذيه وتدربه وتصينه علشان ما توصلش لمرحلة الخشونة او العجز في مفصل الرجبة او في الظهر فالكولاجين ده الحقيقة الحقيقة اختراع جميل وجاب نتائج رائعة جدا بالاضافة للمكملات الغذائية الاخرى فيه مكملات منسية او متجهلة مغنيسيوم مسلا او طبعا يعني احنا عندنا منتج ما شاء الله كويس جدا والكالوجينا ده فيه المغنيسيوم وفيه الكالسيوم وفيه الهوال كولاجين بنسبة حوالي 7500 ميلي جرام وده طبعا مضاد اكسادة وجميل المغنيسيوم ده مهم جدا للغذريف وللعضلات كمان عشان الكرامس ان بيجي ساعات كرامبات وحاجات زي كده وطبعا ده بقى موجود برضه ببعض الاكل طبعا والاكل الصحي زي الاسماك والخضروات والمكسرات والمكونات اللي بتساعد في تكوين الغذريف زي فيها فيتامين سي كمان الكولاجين المغنيسي مكالسة فيتامين سي والمركبات الرئيسية للغذريف فلما حاجة بتاخده برضه الحياة بيفرج جدا مع المرضى ومع تقوية عضلات مع استخدام حرارة او برودة مظبوطة طبيعي كل ده بيجيب نتايج ملبوسة ما لم نكن وصلنا لمرحلة متأخرة جدا من الخشونة قد ده ما يوصلناش النتيجة مرضية المراحلة المتقدمة جدا ده هتتجاه اخر يرحى بقى في حق ان بقى مفاصل بحسب حالته الصحية لو حالته صحية تسمح وداره كويس يغير مفاصل طبعا برضه غير مفاصل له سن معين عشان برضه عملية مش بسيطة بنفضل من 55 ل 65 سنة يكون صحيته كويسة فيه ناس بتاعتقد برضه انت غير مفاصل ده حل جزري بعد ما يوصل لسن او خشونة متقدمة وعادش قادر يشيل نفسه يعني قد يقول لك اغاير بقى مفصل لا انت كان نازم وانت كويس عشان تستفيد منه انه بيكمل 25 سنة المفصل فاذا برضه ما ننتظرش وانت لو عملت السيانة المفصلة ممكن متوصلش للمرحلة عملت السيانة حلوة قوي قوي كلمة كلمة شيء جدا جدا يا عم انت بتعمل سيانة لكل حاجة لازم تعمل سيانة المفصلة كمان ولازم تعتمد يعني اخي عربيتك تسمع الصوت مش عارف يقولك ايها لا ده فيها نقص زيوت وفيه مش عارف ايه ونغير التيل ونعمل والمساعدين اجيب لها مساعدين تانين وحط المساعدين اللي فيهم ليه ما فاصلك ما بتعملها السيانة ليه انا بشوف ناس كتير جدا في سن الصغير جدا باين جدا في حركتهم ان الركب مش سليمة باين حركة نفسها فيها مشكلة ستات بدأت الركب بتاعتهم تبقى فيها مشاك كبيرة جدا فارجوكم السيانة دي مهمة جدا ضيف العزيز نورت وشرفت وابدعت انا سعادة جدا وانا سعادة بكلمة سيانة عشان دايما نستخدمها فليت حد يفهمني انا بشا انا انا الصيانة دي كلمة شيك جدا مانتلنس العربية زي ما حكا قلت بتروح بتصينها ده ودي حديد ودي حديد حديد وبنصونه وما بنصونش جسمه ضيف العزيز القيمة الألماء الكبيرة الأستاذ الدكتور سامح سالم استشاري ألام المفاصل والعمود الفقري وعلاج الألم استشاري الطب الطبيعي والتأهيل صاحب دكتور راجع من جامعة مونستر الألمانية ودبلوم الطب الرياضي وإصابات الملعب من ألمانيا رئيس اللجنة الطبية باللجنة البرلمانية واستشاري الطب الرياضي وإصابات الملعب باللجنة البرلمانية نورت الناس الحلوة وننتظر لقاعات مهمة جدا عشان أطمن على ركا وإصاباتي وطمن مصر كلها انشاء مصر هتطمن نورتنا يا دكتور خليكم معناس الحلوة موسيقى أهلا بكم مرضى يوم مهم جدا في عالم السمنة هذا عالم المسير مريض السمنة يا جماعة يومه حياته يعني فيها الكثير جدا من الإحباطات فيها الكثير جدا من العزلة أحيانا حتى لو بان إن هو له صحابه لكن هو عزلة لو إحنا شفنا نموذج كده لكتير من مرضى السمنة وطبعا لو إنتوا خدتوا بالكم تعبيرات وشه كلها هو ماشي على غير هدى متحسش إن هو راح مكان هو ماشي وخلاص وهو ده بالنسبة له الماشي بتاعه في ناس فاكرة إن الماشي بتاع السوبر ماركت وبتاع الستورز والماشي اللي هو أنا مثلا رايح مول مش عارف إيه أتماشى كده أنا بخس ما بيخسسش ولا جرام الماشي ده الماشي اللي بيخسس ده ماشي تاني ماشي سريع جدا لازم تعرف فيه دربات قلبك تزيد وطبعا بالنسبة للمريض السمنة المفرطة الخصة إن هوت عليها يعني محاذير فخلينا نقرب من مريض السمنة بشكل دقيق ونفهمه هذا المريض الحقيقي للأسف مظلوم يبان طبيعي ويبان بيضحك ويبان له صحاب لكن أنا بقولكو هو في عزلة شديدة جدا لازم يكون قلبنا عليه لازم نحطه في عينينا وعلى دماغنا وقوع حد يتنمر بمريض السمنة اقوع حد يتنمر ايه احنا بنوريكو خطورة الأمور لكن تتنمر على حد ما تبقاش مؤدب خالص التنمر ده قمة قلة الألم لكن تعالوا نسمع العلم النهاردة بدقة شديدة جدا من واحد من نجوم عالم جراحة السمنة بيساعدني الحوار معه دائما وبيبدأ دائما في شرحه وتفصيله والطرح الساعات يكون في الدقة بدقته تحس انه مجسم كأنك عايش فعلا مع المريض وكمان كتير جدا بيتعرض إلى الجوانب النفسية والاجتماعية لمرض السمنة بشكل دقيق ضيف العزيز والقيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال أستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس مدير واحدة جراحات السمنة بمستشف ودي النيل زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية وصاحب أعلى تصنيف جودة دا ولي فيه جراحات السمنة ضيف العزيز أهلا بيجيب دكتور أهلا وسهلا قبل مبدأ أنا عايز أرسل تحية خاصة لجامعة عين شمس وقسم جراحات السمنة في جامعة عين شمس على الجهد الكبير اللي انتوا بتعملو حقيقة كل يوم نجاحات بتابع نجاحات الكبيرة للتصم نجاحات الكبيرة للمستشفى والتوسعات منبهر بالتوسعات كمان والحاجات الجميلة اللي بتعملوها الصور الجديدة اللي بتعامل حاجات حلوة أوكي أنا يعني في البداية تحياتي لحضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل وأضم صوت الصوت حضرتك طبعا في الإشادة بكل ما يعني يعني بيتعامل في جامعة عين شمس الحقيقة طبعا عصر زهبي في كل الإنشآت في الأبحاث العلمية يعني تجهيز يعني الجامعة بأحدث ما يمكن من قوة العمليات والحقيقة طبعا أنا بحس ان احنا في حلم يعني في حاجة هيبع الحملة تقيل على القادم يعني الحقيقة فعلا تحس ان في كل حاجة وغدة على أقصى أقصى حاجة في كل حاجة مستوى جامعة عن شمس في المستشفى دلوقتي وصلت للزروة يعني في كل الإمكانات الطبية والعلمية والنظام وخصوة في جراحة سمنة جراحة سمنة بالذات واسم جراحة سمنة طبعا بكوادر علمية رهيبة يعني الحقيقة في مشاركات علمية دقيقة متابعة لكل المستجدات الطبية وتجهيز على أعلى مستوى في قوة العمليات حاجة تدعو للفخر إن جامعة عن شمس فعلا من الجامعات اللي فعلا تقول إن ده العصر الزهبي اللي هو كل واحد بيشتغل في أي جامعة مصرية يتمنى إن هو يبقى في جامعة عن شمس في هذا العصر الزهبي بنحسدكو بس حاسد جميل يعني ده اللي بيسموه اللي غبطة حاجة جميلة خلص مريض السمنة مكتئب مريض السمنة بيعاني من دغوط نفسي إنت تحكي لنا أكتر من غيرنا من غيرك يعني إنت يعني قريب من مرض السمنة وقريب من مرضك بشكل خاص وأنا بتابع طبعا أن إنت تقعد تتكلم معهما في جلسات صبورت نفسي طبعا 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 يعني إحنا عايز أقول لحدك أنه يعني المريض السمنة المفرطة هو مرهف الحس إذا كنت قادر عبر يعني كويس يعني بيتأثر من النظرة وبتأثر من الكلمة وبتأثر يعني مدربين حتى السكرتاري عندنا في كل المراكز إنه هما البادي لانجوج النظرة الكلمة لازم تكون بحساب لأنه أحيانا طبعا بيتأثر بكلمة بيتأثر بتصرف يعني بيحس فيه تقليل لوضعه إحنا يعني لو هنبترين نتكلم على الطفل اللي هو صوير اللي هو بقى ذاكي جدا ومش قادر يحصل دراسيا قد زماله التانية لمجرد بس إنه هو فاقد السخة في نفسه لأنه مش قادر يجري زيهم مش قادر يتحرك زيهم مش قادر يلبس زيهم حاس إن المدرس أو المدرسة أحيانا أحيانا طبعا يعني لا لا يعني ما بقيمش الوضع لكن أحيانا بيكون فيه نظرات سلبية من المجتمع لجلب هذا الطفل الصوير أي مدرس على فكرة أو مدرسة ما عندهمش الخبره ويبدأ يتعامل مع الطفل من تلامزته بنوع من التقليل أو يقوله جملة حتى باللافز لازم يعاقب من إدارة المدرسية بشكل مباشر ما فادش ظهر ما فادش ظهر كنا نشوف الأهل نفسهم بيتانمروا على طفل دلوقتي ما بايس نشوف كده لقينا الأهل دلوقتي بعندهم حزن شديد وشيلين هم الطفل الصغير وتدرج بقى البنت المتخرة عن الزواج البنت مش هادرة اللي نجحت في السنوية مش عايزة تروح لكلية عشان وزنها كبير يعني في هزيمة نفسية غير دراسية خالص ولا علمية خالص هما أذكية جدا وروحهم عليها جدا وتلاهم جمال في كل الأعمار على الفكرة اللي سمنة الفريطة بتطفي نوع من يعني المرح عدم أخذ المواقف الصعبة بصعوبة يعني لأنه عنده مشكلة في الرياضة عنده مشكلة في اللبس عنده مشكلة في العمل نفسه ما أنت عايزة يعيش حياتك الطبعية كما يجب يعني فالسمنة المفريطة يعني طبعا جلد الناس المصاب بالسمنة المفريطة أنا يعني لازم نعرف إن ده مرض يعني ده مش حاجة طرفهية ولا هو قناتج عن زيادة الأكل يعني هو الجسم بيدفع الإنسان المريض بالسمنة إلى استهلاك أنواع معينة من الأكل ترضي شغف وشراهة الجسم من هذه الأنواع أو أو يعني هو عايز يأكل أكل فيه طاقة عالية هو ما بدورش على الأكل الصحة خالص هو مش ده اللي هيكافيه الخضار والجسم محتاج لكالوريز عالية وبالتالي إحنا جزء من المريض اللي اللي مصاب بالسمنة ما هتلاقي جزء منه وراس كتير في معظم العينين بتلاقي أم أو أب أو أسرة أنت بتجلد طفل ده لي يعني أو بتجلد البنت السغيرة ده ليه ما هو ده سمنة وراسية جينات هي مؤهلة لاستقبال وتخزين أقل كمية من الأكل فلا يجلد أهو ده مرض يعني ويمكن التخلص منه بصورة سهلة جداً ما فيهاش مشكلة فطبعاً بتظهر الوضع ده فيه صورة اكتئاب عينين كتير جداً جداً بيكون عنده سنة مفرطة وماشي على أنت دي بريسنت مشكلة الأنت دي بريسنت بتزود الوزن بتفتح الشهاية جداً بتفتح الشهاية جداً وبتقال الحرق جداً وضطات اكتئاب يعني وضطات الاكتئاب يا جماعة بتزود الوزن بتزود الوزن فأنت بتبقى يعني طبعاً بيبقى سنة مفرطة مرضية وماشي على أدوية الكتئاب ما يدرش يوقف ما يدرش يوقف والله معظمهم بيوقفها بعد إنقاص الوزن بيبقى عنده سلب ساتسفاكشن وبينزل وزنه وتلاقي الأدوية قلت خالص وابتدأ إن هو يتصور ويحط صور على الفيسبوك على الانستجرام يعني تواصل مع المجتمع كما يجب دي سخة في النفس بتري إن هو يتعافى بصورة سريعة جداً وما بيتطلبش إن هو ياخد علاج ما بعد ذلك أمرات كثيرة بسبب تأخر سن الإنجاب تأخر الزواج أصلاً عموماً عدم الحصول على وظائف هتلاقي عدم يعني الفشل الدراسي أو عدم واجهة المجتمع في الصورة اللي احنا موجودين فيها دي كلها أسباب بتؤدي إلى الهزيمة النفسية والاكتئاب بصورة واضحة جداً يمكن علاجها بإنقواص الوسط مهم في فيلم مشهول قوي يسمه The Equalizer أو الموازن يعني للمبدأ دانزيل واشنطن فكان في الفيلم مع زميل له في العمل المفروض إن هو وزنه زاجته وهيتعين أمنه فهم مش عندهم اشتراطات إن الأمن لازم وزنيه بأكذا شوف المعاملة الجيدة جداً من زميل لزميله إزاي بيقوله لا إنت لازم تأخذ إزاي تقل وهو وزنه زيادة بسيطة مش سمنة مفرطة يعني افتكرت المشهد بتاع الصبورة النفسي، الدعم النفسي وزاي العمل إنت لما قلت حكاية العمل ما فيه شغل معين ترفض المريض السمنة بسبب آآ بنشوفها كتير ومش لازم بتوصل لان إنت يعني 8 كيلو إنت بقيت 90 كيلو إنت قلاص كتير يعني وزني فيه بعض الوزيف يعني اللي بتحتاج يعني مضيفة لو عايز يشتغل طيارة أو مضيف الطيران طبعاً أو طبعاً أو ضابط شرطة أو ضابط حربية لازم وزني بقيت؟ يعني مش هايزة خاصة وزايف بعينها لكن هو فيه بعض الوزيف إذا يعني تعدى الوزن المعين خلاص أنت يعني غير صالح للعمل هتترفض يعني معاو ده السؤال فإنقاص الوزن في كل الحاجات لازم آآ طبعاً ويعني الوزيف دي حاجة مهمة جداً وإحنا فيه يعني بس يعني أنت مش لازم توصل لكتلة جسم فوق الاربعين عشان تبتل يتفكر في إنقاص الوزن أحياناً بيبقى الوزن أقل من كده في بعض الوزيف يعني مضيفة مثلاً هي وزنها خلاص جربت دايت وجربت بلون معدة هو وزنها عندها عشرين كيلو زيادة أنا لا أدعو أن إحنا عندنا عشرين كيلو فأعمل عملية تكميم بس برضو إحنا يعني أحياناً في بعض الكتل اللي بتبقى بادي مثلاً مثل 32 32 في بعض الوزيف الحرجة أنت هتعمله إيه؟ ما هو ركب بلونة مش نافع معاه وهيترفت من شغل طبعاً أحياناً بنعمل عملية التكميم من العملية اللي بتعمل في إنقاص الوزن الأوزان الصغيرة في الناس اللي هي تطلب وظيف معينة لذلك فتكون بس قطل الجسم 32 بنبتل أن نعملها إذا فشل في طرق التحفظية لذلك في عمليات طبعاً زي تحويل مصار بأنواعها تحويل مصار المعدة الكلاسيكي تحويل مصار الأسنى عشر من العملات اللي احنا مهم لنا خالص لكن هي فعالة جداً في علاج السمنة المفرطة مع يعني زي كوليسترول عالي زي أمراض اللي هي الأمراض الميتابوليك اللي هي زي السكر دي بتكون فعالة من أقوى العملات اللي بتعمل في التاريخ لعلاج الأمراض اللي هي المتعلقة بالسكر والكوليسترول وأمراض القلب اللي عايز أقوله إنه إنقاص الوزن هو علاج جزري للإضطرابات النفسية المصاحبة للسمنة المفرطة لأن من سببها السمنة المفرطة بتحبس الإنسان جواها بتخليه في مود مهزوم طول الوقت مش قادر يواجه المجتمع لأنه محبوس طول الوقت ومجرد أن تشيل عليك بس الهالو بتاع المشاكل بتاع السمنة المفرطة أنت بتبقى إنسان طبيعي جداً تقدر تواجه المجتمع بكل ارتياحية سواء اجتماعياً أو سواء عملياً في شغلك أو سواء رياضياً كحية عامة بتقدر تواصل المجتمع بكل يعني بساطة وكل يعني ارتياحية هل تقترح أو ترى أو موجود فريق عملك استشاري نفسي بيعمل على تأهيل مريد السمنة قبل وبعد الجراحة؟ طبعاً طبعاً أنا أدعو لذلك إحنا لازم تكلير أوت السيكولوجيكال إيشوز يعني قبل العمليات وصفة عامة أي مريد عنده مشاكل نفسية لازم يتم عرضه ولو لقينا حتى مريد مش ما بشتكيش من مرض نفسية يتم عرضه برضو على أنا شكيت في ده زي المنظار كده اللي عندك مشاكل في ارتجاع أو عندك مشاكل فيه بنطلب منظار بالضبط زيب الزبط أو مريد قلبي مثلا بشتكي من مشاكل في القلب أو بأخذ تريخ المرض دي يتم عرضه على دكتور القلب كل التخصصات يعني سواء للقلب أو الصدر إذا تم الشك في أي حاجة بالنسبة للتخصصات الثانية بيتم إرجعها إلى المتخصص في التيم عندنا والحقيقة طبعاً لكذا السبب نقطة في منتج الخطورة إن بعض الأمراض النفسية ممكن تسوق بعمل عمليات السمنة إذا كان الدافع أو الحاجة اللي بتريحهم هي الأكل يعني بعض الأمراض النفسية هو الراحة بتاعته بس في الأكل أنا زهقان وعندي مشاكل نفسية فراحتي النفسية إن أنا آكل إحنا الدكتور النفسية عندنا في التيم بيتم إرجع المريض لي وببقى عندي سؤال واحد مش بس عشان ينظم للأدوية بتاعته هل هو بدبند أنت على الموضوع؟ على الموضوع ده ولا لا لأن أنا طبعاً كمية الأكل هتقل بعد العملية أنت مش تاخد راحتك قوي يعني في الأكل أنا المعلومة دي بقى قولها عشان الناس تستفيد وأن الناس بحط الأمور في نصابها لابد من استشارة الدكتور النفسية ويشوف المرض النفسي العنيف يعني إذا كان ده معتمد على الأكل فراحته فأنا همنعه فأنا أقلل كمية الأكل بعد العملية الدكتور النفسية بيقعد وبيديني ريبورت تاني على إنه لا ما فيش علاقة خالص وإن الأمور هتتحسن بإجراء العمليات ساعة بقى بيشتغل بمزاج وفعلاً العيان بيتحسن جداً جداً طيب عدم وجود طبيب النفسية أو عدم وجود الاستشارة النفسية قد يؤدي إلى إساءة الحالة عشان كده السمنة مش جزت إن إحنا نقص معدى أو إن إحنا نعمل عملية فقط لا ده ليها خبرة عالية جداً في التجهيز يعني على كل التخصصات يعني أنا مش أقدر طبعاً أسرد كل الحاجات لكن دي بعض الحاجات اللي يمكن الطب النفسي بيبقى مهم جداً جداً فيها هسابكوا بقى في آخر كالعادة نشوف مرضى من مرضى الدكتور الكريم وقصصهم وحكاياتهم ويعبروا هم نفسهم بيقولوا كلام حلو بما بعض معاهم يقولوا كلام مختلف بيتكوا على النقطة إحنا أحياناً نشوفها بسيطة وعابرة بالنسبة لنا لإن إحنا بنهتم بالدباسة وبنهتم بها نطع فين ومندخل منين والتخذين وشعب فين هم ليه هم تعافلات تانية؟ بقيت مهمة بقينا نسمعها لما عيني يقولك أنا أهم حاجة يوقتي في حياتي أهم حاجة في حياتي إننا بلبس زي ما أنا عايز ياه دي مش موجودة في الكتب الطبية بس موجودة في عقول كتير من الناس ضايف العزيز ألخشيما العلماء الكبيرة والإسم اللامع أستاذ دكتور كريم صبري وأستاذ جراحات السمنة والمناظر الأستاذ بكلية طب جامعة عن الشمس مدير واحدة جراحات السمنة ومستش فوادي النين وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة بتنورني وتسعدني دائما بحقارك الجميل خليكم مع الناس الحلوة أنا دينا سن 22 سنة عملت على عملية تكمين معدى مع دكتور كريم صبري من سنة أنا دلوقتي خاصيت 37 كيلو كنت 116 بقيت تلوقتي 79 كيلو طبعا حياتي تغيرت في الفترة دي السنة دي غيرت لي حاجات كثيرة جداً من نفسيتي لكل حاجة والنظام اللي أنا ماشي عليه مع اتباع دكتور كريم صبري والفريق اللي معي هو ده اللي وصلني إن أنا أكون في نفسي أحسن دلوقتي العملية مستعبة خالص وكنت بتحرك بعديه على طول أنا دلوقتي باكل كل نفسي فيه بس الكميات قليلة وما فيش أي تأثير على صحتي لإن كان كله بيقلني أنت سنك صغير وليه تعمل العملية وليه 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 بس أنا كنت وصلت المرحلة أنا نفسياً متضمرة ونكنتش قادرة أعمل ضاية تاني إن كنت تعيدت أنا دلوقتي أحسن بقيت في الحياة اللي أنا نفسي حاجة اللي أنا مكنة نفسي فيها دلوقتي بقدر أدخل أي محل لقل بس اللي أنا عايزاه مش قفل على نفسي بنزل وباجي وبشتغل أنا كنت الأول ما بنزلش من البيت أصلاً اللي بيروحوا يعملوا استشفاء كامل وعلاج مستمر لبشرتهم بيعيشوا مرتاحين جداً وبعيدين نسبياً عن كلمة المخيفة اللي أنا قلت أسمى الشيء الشيء تبعيداً عن إن هو بيأثر على ترتيب الجلد والحاجات دي كمان إحنا بنظن إن إحنا في بعض عن الشمس والشمس لسه موجود الناس اللي عندهم استعداد لأمراض اللي هم بيجي عندهم إجزيمة بيجي عندهم التهابات بيجي عندهم حاسات أكتوبية بيجي عندهم حاجة اللي هي زي لسعة البرد اللي هي اسمت شيل بلينز اللي هي بيجي أطرافهم تبدأ تحمر كده وتورم وتوجعهم ده بسبب البرد دي الدأسير المراتي عندك أسلحة في عالم التجميل وفي عالم الاستعادة النظارة فيلر دينا البوتوكس عندنا حق ندون الحاجات بتوع الاستعادة اللي هو إن إحنا نرجع اللي فات هم وحق ندون الزتقي البوتوكس ده بيأخر يعني بيأخر لي إن إحنا زهور التجعيد ده بي نريلاكس إحنا ممكن نحق البوتوكس من عمر مبكر جدا جدا عشان نلحق قبل ما التجعيد الخطوط دي تبقى خطوط مرسومة يعني كانت بدل ما هي حركية بتروح وتيجي مع الحركة فيه ناس بتبقى عندها خلاص مرسومة على وشها وإحنا محتاجين نتدخل بطرق أخر حق ندون الزتقي ده بقى اللي هو إيه ده ده الصيحة الجديدة كده اللي هما إيه يعني اللي النسة للنسة ما بقتش يعني مش ورينتت بيها قوي 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 وليلين قوي اللي بقوا يعرفوا ويتلبوها خلي بالكم من بشرتكم وخلي بالكم من الشتاء موسيقى 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 أهلا بكم حلم الشباب الدائم ده حلم مشهور جداً جداً الحاجة اللي النس مش متنبهة لها والسوشال ميديا عملتها الإجهاد النفسي والإجهاد النفسي المزمن السوشال ميديا تعملك إجهاد نفسي مزمن لأن انت بتسمع أخبار وحشة على مدار 24 ساعة من العالم كله حربة مش عارف فين مين حصل له إيه اختيال في الحتة الفلونية مش عارف ترابي اقتصادي في المكان الفلاني الدولار عامل إزاي الدهب فين اللي البورصة بتحصل لها ده اسمه إجهاد نفسي ده بيأثر على البشرة طبعاً أصحاب البل الرأي في نعيم اه ده صحيح لكن كمان اللي بيروحوا يعملوا استشفاء كامل وعلاج مستمر لبشرتهم برضو بيعيشوا مرتاحين جداً وبعيدين نسبياً مش حالة يقدر يبعد تماماً عنش كلمة المخيفة اللي ما بتاسمه الشهر ضيفات العزيزة واحدة من الأسماء المتميزة للغاية في عالم الجلد النهاردة موجودة معنا دكتورة سارة أبو المجد أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل وصاحبة مجلسير الأمراض الجلدية والتجميل دبلوم التجميل الجلد بالليزر من أحد القوم من الليزر ودكتورة الأمراض الجلدية والتجميل أهلاً بك يا دكتورة منوراني وسعيد جداً بهذه الزيارة الجميلة أهلاً بحضرتك عايز أبدأ الأول معاك بالشتة الشتة في أغنية قديمة قوي اسمها الشتة بيدق الببان كذلك الشتة بيهدد البشرة هذا الحقيقي ماهي بقى؟ الشتة بيتحكي علينا يعني إحنا لما نجد الدنيا غيمت شوية ما فيه الشمس نقول الله يلا نخرج بقى وما نخافش من الشمس ونبتكل على الله إحنا ببغضوعين يعني إحنا الشتة بعيداً عن إن هو بيأثر على ترتيب الجلد والحاجات دي كمان إحنا بنظن إن إحنا في بعد عن الشمس وشمس لسه موجود اللي معدومش استعداد الأمراض أو أمراض والتأثير الشتة المراضي يعني الناس اللي عندهم استعداد لأمراض اللي هما بيجي عندهم إجزيمة بيجي عندهم التهابات بيجي عندهم حسات قتوبية contacted بيجي عندهم حاجة اللي هي آآ زي لسعة البرد اللي هي اسمة مالشل بلينز اللي هي بيجي أطرافهم تبقى تبدأ تحمرة وتطورم وتوجعهم ده بسبب البرد دي التأثير المراضي ليه ناس أكثر عرضة ليه إنما التأثير بقى اللي إحنا على الناس الطبيعيين إن هو جاف الجلب بكذا شكل يعني أول شكل إن إحنا طبيعي شوية ما بنعتاش في الشتاء فما بنشرابش مية كفائية فبيقل الترتيب للجسم كله فإحنا ما بنحسش بالعطش فما بنلتفتش للموضوع ده ويأثر على جلدنا بشكل غير مباشر كمان الناس في الشتاء بيتعرضوا لطيارات الهوى فده بيأثر على الجفاف الجلد يعني بالجفاف الجلد يأثر على حاجز الجلد ده هو السكين باريير بتاعنا في الشتاء الناس بتحب قوي مية السخنة فيبقى يشغلوا المية بقتتسخان على آخر خالص وبقوا مية بفرحنين بيهدى فيها دي دي بتأثر على الجلد بتعمل الجفاف شديد جدا يعني دي بتدوا بالطبقة الدهنية بتاعة حاجز الجلد الناس بقى اللي هم مهوسين بتوع البشرة بيحبوا يعملوا كذا مرة تأشيروا كذا مرة اهتمام بالبشرة فيه مستحضرات معينة في التجميلية بتقدي الجفاف في الجلد بشكل غير مباشر واحنا في المقبل ما بنرتبش كفاية فبنوصل لجفاف الجفاف ده بيعمل ايه بقى؟ الجفاف ده بيعمل التهاب الالتهاب بيعمل شوية احمرار الحمرار ده بقى ما اين؟ فدي مشكلة الجفاف ده بيخلي الخطوط الرفيعة اللي هي كان ممكن تتلاحق تتحفر تبقى خطوط دايما فهو ده تأثير الشتاء طبعا بقى موضوع الشمس ان احنا نظن ان احنا الشمس مش موجودة طبس احنا الاشعة وصل لنا والتأثير بتاع الاشعة وصل لنا فالناس بتحطش واكي شمس وهي خارجة يعني السونسكرين دي تبقى حاجة مش مهمة قوي بالنسبة لهم هم مش شايفين الشمس بسي الشمس موجودة فلما بنطنش السونسكرين شوية او يعني بنقول ان احنا ما فيش شمس وبنخرج من غيره متعرض للأثر اتدار لأشاية الشمس اللي احنا مش حاسين به وبالتالي التأثير التراكمي ده بيبقى سايق جدا على البشر فده يعني تلخيص كده اللي بسرعة ليه تأثير الشتاء على الجلد كل الحاجات اللي قلتها دي بتقدي ليه ان الشيخوخها تبقى اسرع ان التقدم في العمر يبقى اسرع ان الناس اللي هي عندها قابلية لتصبغاتها تتصبغ الناس اللي عندها قابلية للتجايد عندها تجايد الناس اللي عندها قابلية للجفف هيجيلها اجزيمة هيجيلها لتها بيت فهو ده تأثير الشتاء على البشر هل ممكن بنت تيجي تحتني بالبشرة في سن الصغية المبكر ده ده لازم مش ده مش ممكن ده ياريت يعني هو احنا كل ما بنبدأ بدري كل ما بنكون كويسين كل ما يكون افضل يعني لما احنا مثلا حد بنت صغيرة تبدأ بدري هي كده عملت لنفسها تلات اربع حاجات اول حاجة ان هي ثبتت روتين مناسب احنا بيفضل نعود نجرب بشرتنا لحد ما نعرف ده المناسب لينا تاني حاجة ان هي حاملت بشرتها من التجعيد اللي هي عاجلة نترسم بس احنا بناخرها تالت حاجة ان هي في روتينات معينة بنستخدمها عشان تحميلها من الجفاف في حاجات معينة عشان حب الشباب في حاجات معينة عشان صبغات فاحنا بنعرف من المشكلة بدري ونعالجها او نتجنبها فلازم احنا نبدأ بدري ولازم نرجع لدكتور مختص يقول لنا نعمل ايه يعني في برضو ناس بتحب هي تعمل مع نفسها روتين كده وتعود تجرب وتعمل وصفات طبيعية ووصفات تقليدية وحاجات كده ده ما بيكونش ده ما بيكونش على طول مناسب فيه ناس بتصدف معنا يبقى كويس بس نسبة قليلة فيه نسبة اكبر بيعمل مشاكل ويرجعو لنا يقول له ده انا عملت كذا وحصل يلتهاب ده انا عملت كذا زود الحبوب انا عملت كذا عملت صبغات فاني لازم الدكتور ي يوصف يفصل لوتين على قد كل بنت عندك اسلحة في عالم التجميل وفي عالم الاستعادة النظارة فلر دهنا البوتوكس عندنا حقن الدهون تمام كل واحد فيهم ايه دوره هو احنا الاول بس نفرق بينهم ده ايه وده ايه وده ايه الي نحنا الحاجات بتقول الله لاستعادة الى هو الا احنا نرجع اللي فات هم действور والاسعادة وهي حدوية نملة تانية địه ايه وانما بتاهم البوتوكس سيكون يؤخر لي Plutus لق Invitation capability 친نデ في العضلة العضلة تعطل فما ترسمش التجعيد على الوش في ناس لما بتتحك بتتحك بعينيها كده فتعمل لنا خطوط اللي هي رجل الغراب جنب العين في ناس ترفع حواجبها وتتكلم بتعبيرات وشها تعمل 111 ترفع حواجبها تتكلم بعضلات الفم يعني تعمل لنا ترسم كده حاجات على الوش احنا لما بنصدم البوتوكس بيأخر لنا الموضوع ده احنا ممكن نحقن البوتوكس من عمر مبكر جدا جدا عشان نلحق قبل ما التجعيد الخطوط دي تبقى خطوط مرسومة يعني كانت بدل ما هي حركية بتروح وتيجي مع الحركة في ناس بتبقى عندها خلاص مرسومة على وشها وإحنا محتاجين نتدخل بطرق أخر ده بالنسبة للبوتوكس فالبوتوكس حينزي ما اتفقنا ان هو بيأخر التجعيد الفيلر والدهون احنا بنستخدمهم علشان خطر نملة تاني الناس لما بتتقدم في العمر بيبدأ الدهون بتاعة الوش تخص الكنتور الطبيعي يتلغبط يبدأ يبقى فيه خطوط حوالين النيزوليبيا حوالين اللي هي خطوط اللي بتسامة يبدأ فيه خطوط الفك يبدأ يبقى فيه تحت العين يفضى غير الخطوط اللي بتنزل دي كلها جزء منها لو ناس صغيرة في السن عشان خاطر الضييت والجهاد وزي ما حالك قلت الأكل مش كويس والسكريات وعمل الحاجات اللي فيها مطادات أكسادة بنقل منها ما بناخدهاش كفاية لبقى الأكل الصحي يعني ده سبب وسبب تاني عشان ده خاص معنا ده ده إحنا بنتقدم في العمر فكده كده ده عملية مستمرة مش هنقدر حكمية مش هنقدر نقومها بنقومها طبعا بروتينات وحاجات بس يعني بيجي فيه لحظات كده خلوس لازم بنحقن فلر فالفلر ده زي الاستعادة بنجيب حاجة من بره هيلرونيك أسيد ده بره عن جيل بنحقنه في أماكن معينة بطريقة معينة بإيد مختص مش أي حد يحقنه وبعدين ساعتها بنرجع بنستعيد جزء ولو بسيط من اللي كان موجود قبل كده ده بنسبة للفلر كمان الفلر بيتخدمه مش بس الاستعادة كمان نصده للتجميل يعني مثلا فيه ناس عندها تشريحيا تحتانهم فيه تجويف ده تشريحيا هي بين صغيرة بس هي كده فإحنا بنصدم الفلر عشان خاطر نعيد ملء التجويف بتاع العين هنا الشفايف الشفايف دي حالة من نالها العين بس ليه فلر مخصوص تحت العين بيكون فلر أخفش ويع عن أيوة بالظبط بحيث انه يعرف يما المكان ده مايقصرش مايقفلش التجويف تمام اللو فلنية ده 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 فلنية فلنية مهمة جدا الشفايف لو رجعنا للشفايف تاني ده ده حالة كنا نعمل مش عايزة تامل شكل مخيف هي عايزة كنتور بس بتقولي أنا يعني شفافي مش باين أنا بس عايزة أحددها فهو ده برضو الفلر يعني فلر شفاف مش كله الشكل اللي هو الفيك المخيف ده اللي هو كل الناس شبع بعضها سطنبها واحدة من نفس الخياض ما ينفعش ما ينفعش ما ينفع ما بقيش يعني مش حلو خالص وساعد ما بيلاقش على الوش وساعات بيكون مش باسا ما بيلاقش ويعمل بقى شكل مرضي ويأخر الحركة ويسبب دي الشخص هنا لا هنا معمولة يعني مناسبة دي دي كانت حالة صعبة جدا دي عندها الخطوط دي وخطوط دي كانت 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 صعبة قوي وتحسنت قوي وكانت سيدة جدا بالفلر عمل ولأنه فعلا الفلر يعني ايه بيستعيد الراح يعني فعلا فعلا كمعان وقزي ما قلت لحركة احنا الفلر بس مش بس بنملك بيحنا اوات بنعمل بيه تصحيح بسيط زي ما ازا شفت في حالية الشفايف كده ان احنا بنزبط النسب يعني فيه ناس بيبقى طول المنطقة بتاعت الدقن مش زي طول منطقة نص الوجه مش زي منطقة الجبهة تلتة تلات دول بيكونوا مش قد بعض فبنزبط النسب فيه ناس بتبقى الانف والشفايف والجبهة مش خلاص تقمع واحدة يعني التاطش الخفيف اللي هو بيحل وما بيبوص ما بيبوص البشرة ده مطلوب فهو ده فايدة الفيل التالت حاجة بقى حق ندون ازتائي ده بقى اللي هو ايه ده الصيحة الجديدة كده اللي هما ايه يعني للنسة للنس مبقتش يعني مش قرينتت بيها قوي قوي وليلين قوي اللي يبقوا يعرفوا ويتلبوها ان احنا بدل ما بناخد حاجة من بره وهو الفيلر ونحقنه ونقلق بقى ان هو تأثيره هيروح بعد شوية او هيكون موجود بعد شوية بناخد حاجة من الجسم دهون الزيادة اللي احنا مخزننها ناخدها من الجسم ونعملها بروسسة من طريقة معينة تمام بعدين بنحولها لحاجة ينفع تتحقن في الاماكن تعمل اعادة مل فنحنا بنكسب تلات حاجات اول حاجة ان احنا خدنا حاجة من الجسم للجسم فبا بنخافش من عضو التحسس ونخافش من حاجة جاء من بره يعني دي دي حاجة دي اول بوين تاني حاجة ان احنا بنقدر ناخد كميات كبيرة ونصادمهم في حاجات كتير تالت حاجة بقى ده المهمة ان احنا بدل ما نحتاج مثلا سيرنجة فيلر او اثنين او ثلاثة وده كوست زيادة على عيان انا بنقدر نحقن زي ما احنا عايزين وما بنخافش من الكوست ان هو احنا قريدي سحبنا كتير فده الدهون الذاتية كمان الدهون الذاتية مش بس للمل يعني برضو زي ما اتفقنا على الفيلر ان هو بيزبط بيعمل شوات حلاوة كان التلت اللي هو الدهون بالضبط فحنا الدهون لما بيعملها بروسسنج معين كده بنوصل لحاجة اسمها النانو فات النانو فات ده مليان استمسل فحنا حتى لو حققنا النانو فات ده للنظارة بس لو واحدة عندها مثلا اثار حب شباب لو واحدة عنده اثار حرق قديم لحدة عنده ساكوة شعر هنا انت بتحيني في اليد بتعملي نظارة لاليد بنعمل نظارة عشان الايد مايبانش فيها اثار الكبر في الزبط شفنا الصورة قبل الفيديو بتورينا الايد قبله بعد ده حقيق ده مهم او الايد عشان فيه بنات كتير وستر كتير من شكل اده وكمان بقى احنا الفكرة زي قلتلك الميزة ان احنا مثلا الايد نحتاج لها مثلا براحتنا انا بس عايزة انتبه لحاجة ان احنا الدهون بنعمل over correction يعني بنعمل زيادة شوية عشان هي بعد اول مرة بنحقن يعني فيه شوية بيروح يعني الشكل ده كان بعد الجلس على طول دي over corrected بعد شوية بتبقى بتتزد فاحنا كل مثلا حد عم بناله وشه بيبقى وخدوده مليانة كده وشكله حلو قوي قوي بينزل شوية صغراء عشان بيبقى شكله جميل احنا بس الدهون الفكرة ان احنا بنعملها للناس اللي هما وشه هم فاضي قوي هنحتاج كميات كتير قوي من الفيلر فالدهون افضل طب النتاج بتاع كل حاجة سواء بوتوكس أو فيلر أو دهون بتظهر بعد البوتوكس بنتكلم من 4 تيام لأسبوع النتيجة بتاعته بيحصل شلل العضلات فقلل شوية بالزبط الصورة دي كده يعني الحالة دي بالزبط النتيجة دي كان بعد أسبوع بعد أسبوع بالزبط كانت يعني فيش تجاعد كل الحاجات دي رحت هي هنا يعني واضح انه في عضلة نشطة زياد عضلة عضلة قوية جدا دي قوية جدا ودي حد صغير جدا في سنك 34 سنة 34 هيا بس ده على فكرة كتحرم من زمان دي اه دي محتاجة تحرم من زمان بس هي مفيش خطوط مرسومة يعني بعد البوتوكس مفيش خطوط وده حاجة كويس كنا لو فيه خطوط كنا نحقنها بالفيلر دي برضو مدام صغيرة في السن يعني بس عندها السموكر اللي هي الناس لما بيدخنوا طبعا مش بيدخن بس السموكر اللي هي لما بنعمل خطوط خطوط دي كده أيوة بالصفت تدي سن كبير جدا ولما بقى بيعجزوا بيقشكلوا موحش قوي اللي هما الخطوط اللي هي الفق اللي فم دي دي الكراوس فيت اللي هي بقى يعني بتدايق يا شكلها بيبقى عادي بيتدايق بس بيتدايق وبرضو بيقى لا الستات مبيحبوش خالص الستات بيقعدوا يقبوا الخط لما يظهر يعني يعني عادي مترقبين الخط فين الخط فين الخط ايو على الخط ده ده حوالين العين ده بيتدايق جدا جدا الستات بيتحين البوتوكس بدقة هنا متحسن بتحسن جدا مفيش الحالة دي هي عاملة نفس الاكسبريشن مبدو تحك بعينيها نفس الاكسبريشن بين الاولى والتانية وفيش اي خطوط الحمد لله ضايفتي العزيزة دكتورة سارة ابو المجد اخصائي الامرادي الجلدية وصحيف مجلسية الامرادي الجلدية ودبلوم التجميل الجلد من المحط القوم من الليز ودكتورة امرادي الجلدية نورتي وشرفتي الناس الحالون خلي بالكم من بشرتكم وخلي بالكم من الشتاء لان انا بحب الخروج في الشتاء في الشمس فانت كويس انا قلتيني لان انا كنت الحقيقة من الناس اللي الصمح بحب قوي اكون اروح افتر نشيط جدا احب افتر برا ادي فاعمل اجازة في الشمس فطبعا لازم نحط سامبلوك كلنا نروح نجيب سامبلوك خليه ومانا امورت